السلام عليكم سنبدأ بهذا الدرس بجزء جديد من دورتنا على وهو التعامل مع الفاير بيس إذن نذهب إلى متصفح الانترنيت مجرد أن نكتب فاير بيس مثلا إذن لو تفتح مثلا هذا الموقع يفتح لك بهذه الصورة أول شيء المفروض بأنه تعمل حساب أو تسجل به بداخل حساب جيميل اعتيالي بعدها المفروض بأنه تفتح لك هذه النافذة نقطق مقدمة بسيطة عن الفاير بيس الفاير بيس هو عبارة عن نظام باك انت متكامل ممكن تستعمل لتطبيقاتك حرفيا هو متكامل يوفر لك كل شيء وكذلك هو أيضا ريل تايم داتا بيس وسنأتي كلمة ريل تايم فيما بعد لكن أكيد هو ما يوفر لك كل شيء بشكل مجاني ممكن لو كان مثلا تطبيقك بسيط ممكن تستخدم الفاير بيس لكن لو كان مثلا تطبيق لشركة معينة وتستخدم مثلا وتحتاج مثلا إلى مساحة كبيرة أو أمور متقدمة فهذا الشيء موجودة بأسعار الاشتراك بصراحة هذه يعتبرها واحدة من عيوب الفاير بيس بأنه أسعارها نوعا ما غالية لكن مثل ما ذكرت لك المشاريع البسيطة نحن متهمنا حاليا فبالنسبة للأسعار الموجودة والحزن طبعا تفاصيل تسعيراتهم معقدة جدا ممكن أن تذهب إلى البيس مثلا وتشوف مثلا الاشتراكات الموجودة وكل خدمة كم سعرها وكل واحدة حسب الحزمة وحسب الحجم وكذا فممكن تطلع على الأسعار الموجودة اللي هنا حاليا لو نذهب إلى الموقع الرئيسي نذهب إلى Get Started تفتح لهذه النافذة إذن مفروض بأنه نقوم ب Create Project نقوم بإنشاء مشروع جديد الآن نعطيه اسم البروجيط طبعا هذا اسم البروجيط وما يظهر مستخدم يعني اسم البروجيط أنت تشاهده يعني مثلا في الفاير بيس لو كان عندك مثلا خمسين بروجيط كيف تميز بأنه هذا التطبيقي الأول أو الثاني فممكن تعطي اسم مميز أنه أنت تميزه فعلى سبيل مثال مثلا Flutter App ممكن أي اسم يعني ومن ثم Continue الآن هو يطلب منك هل تريد السماح بGoogle Analytics بأنه يعمل مع تطبيقك هذا أنه يعمل لك إحصائيات أنه المستخدمين وكيف يستخدمون التطبيق ومن هذه الأمور ممكن أنه تفعلها أو تحذفها لكنها فعلتها سيطلب منك حساب أوكي فحاليا ممكن أنه نلغيها مثلا بعدها تضغط على Create تشوف بأنه يستغرق بعض الوقت طبعا ثواني معدودة حتى أنه هي لك المشروع الخاص بالفاير بيس أوكي الآن هيأ كل شيء نضغط على Continue أكيد تشوف بأنه فتح لهذه الصفحة المفروض بأنه نختار إضافة تطبيقنا يعني الآن لاحظ الفاير بيس موجود بهذا المكان المفروض بأنه نربطه بتطبيقنا أوكي حتى يتحكم بي وحتى نعمل الرابط بين الأثنين الآن نختار تطبيقنا هل هو تطبيق قوى iOS أم أندرويد أم هو تطبيق ويب حاليا إحنا ما عدنا جهاز ماك فبالتالي هو أندرويد نعتبره فنضغط على أندرويد يريد منك هذه الأمور هذه الخطوات ممكن تتبعها أول شي يريد منك الباكيج نيم بالنسبة لتطبيق الأندرويد طبعا مجرد أنه تفتح الأندرويد بهذا المكان تفتح الأب ومن ثم SRC أو Source تفتح المين ومن ثم تفتح الأندرويد من الفيس دوت إكس أم آل طبعا مثل ما ذكرت لك سابقا بأنه ما تهتم لهذه الأخطاء هذه ليست أخطاء فأتركها كما هي فتشوف بهذا المكان عندك الباكيج نيم ممكن أن تنسخ الباكيج نيم حسب أنه أي اسم يكون فتنسخ بهذه الصورة وتضع بهذا المكان بعدها الأب نيك نيم ممكن أنه تعمل مثلا نيك نيم لتطبيقك حتى أيضا تميزه في مثلا Flutter01 مثلا بعدها يريد منك هذا الخيار طبعا optional هو اختياري فممكن أنه نعطيه هذا الخيار طبعا نشوف بأنه يخبرك بأنه ستجده تحت الـ SHA1 لكن أين ستجد هذي حاليا لاحظ بمجرد أنه فتحت أي ملف أندرويد يعطيك خيار Open for Editing in Android Studio يعني يفتحه كمشروع أندرويد بداخل أندرويد ستوديو وليس كمشروع Flutter لو أضغط على هذه الخيار طبعا يعطيك خيارات هل تريد في هذه النافذة أم في نافذة جديدة طبعا انتبه إلى مواصفات جهازك بأنه إذا كانت مواصفات جهازك ضعيفة فما المفروض بأنه تفتح مشروعين بنفس الوقت فأختار This Window فأنا سأختار New Window سيفتحها في نافذة جديدة فالآن فتح لي مشروع آخر مجرد أنه أستفاد من هذه Degradle لو أفتحها أوكي طبعا هو يقوم بالتنزيل أوكي إذا تلاحظ بأنه بعد ما قام بتنزيل كل شيء طبعا نشوف بأنه الآن فعلا اختفى هذه الأررر لأنه مثل ما ذكرت لك هذه ليست عبارة عن أخطاء فالآن لاحظ بهذا المكان يعطيني أندرويد ومن ثم تاسك ومن ثم أندرويد ومن ثم ساينين وليبوت لو أضغط عليها أوكي نشوف بأنه أعطاني هذه الخيارات طبعا ممكن أكبر النافذة إذن هذا هو SHA-1 ممكن أنه ننسخ هذا بهذه الصورة copy ومن ثم نرجع مرة ثانية نعطي paste ومن ثم register up الخطوة التالية بأنه نعمل download لهذا الملف إذن هو يعطيك ملف هذا ملف امتداد جيسون طبعا فيطلب منك تحميله ومن ثم وضعه بداخل مشروع وحتى يعطيك المكان اللي يجب أن تضع به إنه من المشروع تضعه بداخل الـ App بهذه الصورة فالتالي تعمل له download أول شي تشوف بأنه حمل الملف الآن لو أنتقل لهذا الملف في Downloads إذن هذا هو الملف .json مجرد ناخذ copy أو تاخذ cats حسب اللي تريده نرجع لـ Android Studio طبعا ممكن أنه نفتح مشروع الفلتر حسب اللي أنت تريده فمثلا مشروع الفلتر تشوف بأنه بداخل أندرويد بداخل الـ App فبهذا المكان Right Click ومن ثم Paste سنقوم بلسق الملف إذن هذا هو ملف .json فعلا قمنا بهذه الخطوة إذن ننتقل Next الخطوة التالية الخطوة التالية ننتقل إلى Gradle بهذا الملف ونتبع الخطوات فإذن بالـ Flutter Up بهذا المكان ممكن نقلق النوافذ طبعا حاليا أوكي لو نفتح الآن هذا الملف أوكي اللي هو Build.Gradle تشوف بأنه في داخل Build Secrets بداخل Repositories مجرد أنه قوم بوضع Google بهذا المكان إذن تنسخ هذه Google والمفروض بأنه تضعها بداخل Build Secrets بداخل Repositories تشوف بأنه أنا فعلا هي موجودة أوكي وهناك بعض الأمور الموجودة أصلا بعدها بداخل Dependencies اللي هي أيضا بداخل Build Secrets تقوم بنسخ هذا السطر أوكي وتضع فبالتالي بداخل Dependencies مجرد أنه تنسخ هذا السطر فبالتالي ممكن تضع مثلا بهذا المكان اللي هو Google Services بعدها تشوف بأنه في All Project في Repositories أيضا تضع Google أعتقد أيضا موجودة تشوف بال All Project أيضا تضع Google وهي أيضا موجودة أوكي فانتهت هذه الخطوة ننتقل الخطوة اللي بعدها الآن أيضا مطلوب مني أنه أنسخ هذه بداخل Build.gradle لكن تلاحظ الفرق ما بين هذا الملف وهذا الملف إذن هذا Build.gradle موجود بداخل البروجيكت مباشرة بينما هذا اللي موجود بداخل ملف اللي موجود بداخل البروجيكت أوكي إذن الآن لاحظ هذا Build.gradle موجود بهذا المكان اللي هو بداخل البروجيكت بينما هناك واحد آخر بداخل الأب موجود أيضا Build.gradle اللي هو هذا الملف فيطلب مني أن نفتح هذا الملف وأنه تشوف بالابلاي بلاجين بالبداية أنسخ هذا com.android.application إذن بهذا المكان apply plugin com.android.application هو أصلا موجود كذلك apply plugin com.android.gms.google.service ممكن أنه تنسخها و الضيف هذه بعدها طيب إلى الآن تمام طبعا هنا فقط يخبرك بأنه إذا كنت تريد أي منتج آخر بل مفروض بأنه تنصب وتنسخ رابطة إلى مشروعك فحاليا ما عندنا أي شيء مبدئيا فنضغط على next وإلى الآن نضغط على continue to console الآن مفروض بأنه تم رابط تطبيقنا بهذا Firebase المفروض نتأكد من هذا الشيء طبعا هناك طرق للتأكد بالبداية لو نحاول بأنه نحذف مجلة الbuild إما أنه تحذف بشكل يدوي أو أنه تضغط على flutter clean فبالتالي tool flutter ومن ثم flutter clean حتى يقوم بحذف هذا الملف حذف الbuild أوكي تشوف بأنه حذف الملف طبعا انتظرت بعض الوقت بعدها المفروض بأنه أعمل debug فبالتالي ممكن بهذا المكان debug طبعا ممكن أنه أفتح أول شيء ال emulator في هذه الصورة الآن هو يقوم بإعداد ال emulator أوكي الآن تم كل شيء فمن ال run نختار debug أوكي نشوف بأنه بعد ما انتظرت بعض الوقت إذن عمل أدي التطبيق وما أعطاني أي error إذن ما عندي مشكلة تم ربط التطبيق بال Firebase تأكد بأنه تعمل على آخر نسخة أو آخر إصدار من الفلتر حتى ما تحصل لك أي مشاكل السلام عليكم نبدأ بهذا الدرس بسلسلة جديدة نركز بها على Firebase في سكشن السابق تعاملنا مع API واستعملنا Firebase كمثال وما كان التركيز أبدا على Firebase كان الموضوع كله بشكل عام لكن بهذا السكشن نحن فعلا سنركز فقط على Firebase واستعمال خدماتها والتعامل معها بهذا السكشن سيكون شرح عن تطبيق عملي يلي هو تطبيق شات أو تطبيق محادثة فتشوف مبدئيا أنا عملت مشروع جديد سميته شات فبالتالي بداخله تشوف بداخل اللايب بما أنه هو مشروع عملي بداخله سكرينس وبداخله مجموعة من وجيتس حاليا مجرد أنه وضعت مجلد اسمه وجيتس ما يحتوي على أي شيء بداخله المين دوت دارت وعندي تو سكرين طبعا أكيد عندي تو سكرين بالنسبة للتطبيق على اعتباء أنه الاثنتيكيشن سكرين أول ما يدخل الشخص المفروض بأنه يسجل الدخول وبعدها يدخل إلى تشارت سكرين اللي هي صفحة المحادثة في المين دوت دارت المفروض بأنه فقط هي تنظم المشروع فتلاحظ بين المين ران أب لي الماي أب اللي هو هذا هذا الماي أب ما وظيفته إنه مجرد يعطيني ثيم ديتا وكذلك يوجهني إلى الهوم سكرين فالثيم ديتا شوف بأنه أعطيت بعض الألوان برايماري سويتش والأكسنت كيلر وهذه الأمور باقراند كيلر كذلك ومن ثم الهوم بيج وجهته إلى تشارت سكرين مبدئياً وضعت أكواد افتراضية حتى أتأكد منه التطبيق يعمل فتشوف هذه تشارت سكرين هي ستيتلس وجهة مبدئياً بداخلها أب بار افتراضي بداخلها فضوة أكشن بوتون افتراضية طبعاً ما تعمل أي شيء لو تلغط عليه حالياً كذلك في البادي وضعت أكواد افتراضية أيضاً listview.builder عددها عشرة وكل عنصر عبارة عن thiswork شو بأنه عشر مرات كررت الكلمة وأعطيتهم بايدنج أكيد مجرد كونتينر بداخل item builder بالنسبة للأو سكرين حالياً فارغة ما تحتوي على أي شيء مجرد أنه stateless widget واسم الكلاس وضعته بما أنه سنعمل على الفاير بيس فهنا يجب بأنه تربط تطبيقك بالفاير بيس إذن اتبع الخطوات اللي أخذناها في أول درس من السكشن السابق اللي هو ربط التطبيق مع الفاير بيس فتلاحظ بأنه حتى ملف الجيسون أنا حملته بهذا المكان هذا ملف الجيسون طبعاً مهم جداً أنه يعطيك معلومات عن ربط تطبيقك بالفاير بيس كذلك أحياناً أو غالباً في النسخ الأخيرة أو خاصة بأنه نتعامل مع الفاير ستور تواجهك مشكلة دائماً فبالتالي اتأكد بأنه تضع هذا السطر حالياً لو تذهب إلى build.gradle اللي هو هذا يعني في داخل مجلد الأب لو تذهب إليه ومن ثم إلى الأسفل تنزل بهذا المكان إلى default configuration قم بوضع هذا السطر حتى تتجنب المشاكل وطبعاً بعد ما تنتهي من كل شيء المفروض بأنه أول شيء تعمل build إذن بهذا المكان من الران المفروض تعمل debug يعني توقف التشغيل وتعمل debug كاملة ومن ثم ترجع توقف التشغيل ومن ثم تشغل التطبيق حتى تتأكد إنه تطبيقك يعمل بشكل صحيح بهذا السكشن نحتاج أو سنتعامل معه الكلود فاير ستور إذن بهذا المكان تشوف واحدة من خدمات الفاير بيس هو الكلود فاير ستور طبعاً تختلف عن الريل تايم داتا بيس لأنه هذه ممكن نعتبر المشاريع الصغيرة بينما هذه الكلود فاير ستور هناك ممكن ملايين العمليات تجري في الثانية الوحدة فهذه مشاريع ضخمة فلو تذهب إلى اللي هو الدكومنتيش الرئيسي اللي ذكرت لك عالية وتذهب إلى الفاير ستور وتضغط على يظهر لك هذه طبعاً خطوتنا الأولى أنه تنسخ هذه وتضعها في الخاصة بك فبالتالي بهذا المكان تضع هذه وتضع كلاود فاير بيس ومن ثم تعمل الآن المفروض بأنه نبدأ باستخدام لكلاود فاير ستور إذا نضغط على تأكد بأنه بالبداية تضغط على حتى ما نهتم حالياً بالقوانين يعني فبتالي نضغط على بعد هيريد مني الموقع طبعاً غير مهم هذا الموقع أضغط على أي شيء وأضغط على أوكي الآن ظهرت لهذه الصفحة طبعاً طريقة المعتادة لخزن البيانات في اللي كلاود فاير ستور هي وهاكداً فعلى سنين يمثال تعطي اسم الكلكشن على سنين يمثال شات فبالتالي تضغط على تشوف بداخل الكلكشن يريد منك طبعاً مفروض بأنه ما تعطي اسمات تراضية من عندك تضغط على لأوتو اي دي فيعطيك أنه اي دي تلقائي لهذا الدوكيومنت وما توضيف شيء حالياً ممكن تضغط على سيف وانتهى الموضوع نشوف بأنه بداخل الكلكشن شات أضاف لك هذا الدوكيومنت اللي أنت طلبت بأنه يولد لك اي دي افتراضي له الآن بداخل الدوكيومنت ممكن أيضاً مرة ثانية ترجع تخزن مجموعة من الكلكشن ممكن نضيف فيلتس إذاً هذا هو الموضوع إذاً لو نبدأ بإضافة ممكن حالياً نعطيها مثلاً اسم ولتكن مثلاً ميسجز بهذه الصورة ومن ثم نكست الآن نضغط على اوضو اي دي ومن ثم نعطي البيانات فعلى سبيل مثال سترينك وليكون حق العبارة عن تيكست وهذا التيكست بل يكون عبارة عن هاي أو هلو بشكل افتراضي يعني ومن ثم نضغط على سيف فتلاحظ البيانات حالياً ترتبت بهذا الشكل أمامي الآن إذا مهمتنا الأولى كيف مثلاً نصل إلى هذا الهاي باستعمال تطبيقنا أول شيء بما أنه ذكرت لك الكلاود فاير ستور يتعامل مع مشاريع ضخمة فالمفروض بأنه تفكر حالياً بأنه سابقاً في الريد تايم داتا بيس كنا نستعمل فيوتر بينما الآن في الكلاود فاير ستور أكيد المفروض نستعمل للستريم على أتباع أنه هو عبارة عن منبع من البيانات أو تدفق من البيانات المستمرة إذا ما عندي معلومة واحدة لا عندي مجموعة من البيانات أوكي الآن فلننتقل إلى الأندرويد ستوديو بهذا المكان أول شيء ممكن أنه يعطينا خطأ فبالتالي ممكن نضيف هذين السطرين أنه في البداية في المين في أول تطبيقك تعمل بما أنه ضفت هذا السطر فبالتالي يجب بأنه تضع هذا السطر في المين اللي هو وجهة وأكيد هذا هو يأتي من بالفاير بيس كور فبالتالي تعمل نرجع الآن إلى اللي هي السكرين اللي تظهر بهذا المكان إذا بداخل هذه البوتو المبدئية عندما تضغط عليه ما يحدث شيء فالآن نريد أن نكتب الأكواد الموضوع بسيط جداً عن طريق الفاير ستور طبعاً سابقاً كنا نكتب فقط فاير ستور لكن حالياً هذه يعني محذوفة فحدثوها بالفاير بيس فاير ستور فعندما كنت تريد أن تأخذ إنستانس سابقاً كنت تكتب فاير ستور دوت إنستانس حالياً أكتب فاير بيس فاير ستور دوت إنستانس ومن ثم الآن أحدد أي كولكشن أريد الوصول له ليس فقط كولكشن يعني لو كان عندك معلومات متداخلة فبالتالي أنت تصل إلى كل المسار يعني المفروب يعني تعطي كل المسار حالياً لاحظ في البداية قد نتشات فإذا نتشات بهذا المكان ومن ثم سلاش بعدها ندخل لهذا الكولكشن طبعاً موجود اسمه أتصور أوكي بهذا المكان نفسه بهذا المكان ومن ثم ندخل إلى المسجز إذا بعد هذا المفروض ندخل إلى المسجز بهذه الصورة أوكي دخلنا إلى المسج حالياً لو نرجع لو أكتب . نشوف بأنه أستطيع الوصول إلى سناب شوت اللي يهمني حالياً هذا السناب شوت يرجع لي ستريم أوف كوير سناب شوت إذاً الآن القيمة الراجعة من كل هذا السطر هو الستريم كيف تتعامل مع هذا السطر؟ نفس ما تتعامل مع الستريم فإذاً . listen بهذا المكان . listen استمع لكل event فإذا سيء مثال print لكل event بهذه الصورة فإذا زمن خوطة إذاً بهذا الشكل نضغط على hot restart ونضغط على البوتون تشوف بهذا المكان أعطاني instance of query snapshot لكن بهذا المكان events. نشوف بأنه أستطيع الوصول للدوكومنت طبعاً سابقاً كنا نكتب document لكن الآن أيضاً محذوفة فبدل هذه الدوكومنت اللي تعطيني query document snapshot الآن أستعمل فقط docs docs اختصار لدوكومنت أيضاً تعطين list of query document snapshot فإذاً أكتب .docs بهذه الصورة الآن لو أحاول مرة ثانية شوف أضغط على البوتون حالياً يعطيني list كاملة فيها instance of query document snapshot طيب بما أنه هذه list لو أريد أنه أصل للإندكس صفر بهذه الصورة ما الذي سيعطيني تشوف بهذا المكان يعطاني instance واحد من query document snapshot طيب بعد ما دخلت لهذا الإنستنس الأول الآن أريد الوصول للتكست إذن أنا متأكد بأنه بأول تكست يعني أول document وضعناه بهذا المكان موجود بداخله تكست تلاحظ بهذا المكان اسم الفيد اللي وضعته وضعت اسمه تكست طبعاً ممكن id title أي شيء حسب اللي وضعته أنت فأريد أن أصل لهذا التكست المفروض يعطيني هاي إذن الآن بهذه الصورة المفروض بأنه يطبع لي هاي يجب بأنه يطبع لي هاي تلاحظ لو تضغط على البوتون شو بأنه يطبع لي هاي كذلك هناك أمر آخر أسلوب آخر بدلاً ما أستعمل هذه events.docs إذن انت بهذا المكان تحدد مثلاً إنه document الأول أو document الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذا ممكن إنه تعمل events.foreach إذن لاحظ بهذا المكان في المسجز عندي document أول لو أضيف لدوكومنت آخر أيضاً أعمل لأولو ايدي وأيضاً أضيف بداخله field أو حقل اسمه text وبالتالي مثلاً أكتب هذه المرة hello بهذه الصورة إذن عندي document آخر أيضاً بداخله text وهذا text عبارة عن hello إذن الآن تشوف بهذا المكان مباشرة نتحدث أنه طبع لي hello وطبع لي hi مرة ثانية ما السبب؟ لأنه هذا live listener يعني هو يستمع دائماً لتغير الحدث يستمع دائماً لأي قيمة آتية هذا stream هذا منبع من البيانات فكل ما يتحدث الستريم فبالتالي تتحدث عندك البيانات بشكل تلقائي السلام عليكم إذن هذه البيانات اللي عرفناها بداخل firestore عرضناها بهذا المكان في الكونسول الآن نريد بأنه نعرضها بداخل البدي نعرضها بهذه الشاشة كيف هذا الشيء؟ أكيد باستعمال stream builder بدلا ما نستعمل future builder ممكن نستعمل stream builder فهذا البدي بدلا ما يكون list view بشكل مباشر ممكن نحيطه بstream builder بهذه الصورة هذا stream builder مفروض بأنه يأخذ منك الbuilder هذه الbuilder عبارة عن function كاملة ممكن تنفذها عن طريق lambda expression هذه الـ function ممكن أنه توفض لك ctx context بهذه الصورة وكذلك توفض لك snap shot بهذه الشكل كذلك بالنسبة للstream builder المفروض بأنه تضع بداخلها الستريم على اعتبار أنه يقوم بالربط ما بين الستريم والسناب شوت فالسناب شوت من عنده تستخرج البيانات التي تأتي بعد انتهاء أو بعد اكتمال الستريم الآن ما هو السريم اللي عندك ما هي البيانات اللي عندك اللي ترجع ستريم ذكرت لك بأنه هذا كله عبارة عن ستريم فتأخذ هذا copy ومن ثم تضع بهذا المكان البيانات المكتملة أو الراجعة من هذا الستريم ستكون في السناب شوت فممكن أنه تستعمل السناب شوت بهذا المكان إذن الآن لاحظ بهذا المكان في الـ هو يساوي سناب شوت دوت إذا أرجع لي ديتا أو بيانات ومن ثم الدوت ممكن أنه أعطيه أوه طبعا الآن لاحظ هذا المفروض لو أحولها إلى البودي أو أحولها إلى الأقواس الاعتيادية فبالتالي بهذا المكان ممكن أعرف فاينال فاريابل وليكن الدوكس يساوي هذا السناب شوت دوت ديتا دوت المفروض أنه أصل للدوكس بهذا الشكل إذن حاليا من السناب شوت دوت ديتا من البيانات الكلية أعطيني الدوكس أعطيني الآن كل الدوكس معناها list of دوكيومنت فحاليا أصبحت مخزة بهذا الدوكس إذن هذا الدوكس ممكن استعمله بهذا المكان إذن الائدم كونت هو عبارة عن دوكس دوت لينث ما أعرف لماذا أنه ما يكمل لي المفروض بأنه هو يكمل لي الكتابة كذلك عن طريق هذا الدوكس المفروض بأنه أصل لي التكست الموجودة بداخله إذن بهذا المكان أريد بأنه أعطيه قيمة التكست فبهذه الصورة ممكن طبعا هو سترنج أصلا يساوي فإذن الدوكس ومن ثم أوف المفروض مثلا زيرو ومن ثم أوف الآن مثلا أستطيع الوصول للتكست طيب هذا أنت الآن ما تكتب زيرو أو واحد أو ثنين أو ثلاثة المفروض بأنه تعطيه متغير هو يمثل الاندكس بهذا المكان إذن بكل دوكس بكل اندكس اطبع لي أو أعطيني قيمة التكست اللي بداخله فالمفروض بأنه يعرضها بهذا المكان لا تنسى بأنه عندي إذا مجرد أنه عندي هاي و هلو أوكي فبهذه الطريقة نعطي الاتم كونت و الاتم بلدر عن طريق السنابشوت كذلك ممكن نبرمج حالة الويتنج بهذا المكان أول ما ندخل إلى البيلدر ممكن نعطي إف بسيطة إذا كان السنابشوت .ConnectionState equal equal connectionState.Waiting فبالتالي إفعل التالي فإذن مجرد أنه نعطي return circular progress indicator مثلا بهذه الصورة ومثل مفارزة منقوطة طبعا هذا ممكن حاليا ما تشوفه لأنه يجلب البيانات بسرعة كبيرة جدا لكن ممكن لو كانت البيانات كثيرة ولو كان اتصال انتانية عند الشخص بطيء جدا فبالتالي سيشاهد في البداع هذا circular progress indicator إلى أن تكتمل حالة الويتنج ويجلب البيانات فالآن يعرض لك البيانات بهذه الصورة حاليا تضغط على hot restart للتطبيق المفروض بأنه يتم عرضه بهذا المكان أوكي إذا حللنا المشكلة طبعا فقط في هذا المكان بداخل main أنا ذكرت لك بأنه ضع هذا السطر اللي هو firebase.initialize.app حتى يعمل initialization طبعا كان المفروض بأنه فقط تستعمل async await يعني تنتظر إلى أنه يعمل لك initialization ففقط وضعت ال async await بهذا المكان وقبلها مني تشوف بأنه فعلا بهذا المكان طبع لي hello ومن ثم hi طيب الآن كل شيء تمام بالنسبة لهذا نريد بأنه نبرمج functional ad بأنه عند إضافة ال ad يتم إضافة text معين إلى الفاير ستور الخاص بنا ولا تنسى بأنه هذا live listener فكلما تضيف عنصر معين تلقائيا يتم إضافته بهذا المكان إذن كيف نبرمج هذا تشوف بأنه في on press عندك بهذا المكان هو يمثل stream لكن هذه المرة ما نريد هذا ال snapshot ما نريد snapshot ثم نستمع لهذا الحدث فإذن المفروض بأنه نستعمل بدلا من ذلك function اسمها ad function ال ad هي التي تقوم بإضافة العناصر مجرد أنه تقوم بإضافة data معينة على شكل ماب أكيد بهذا المكان وهذه الماب ببساطة عبارة عن مفتاح وقيمة المفتاح يكون عبارة عن text لأنه فقط ننصط إلى text وهذا text فليكن مثلا أي text حاليا bottom text يعني text القادم من bottom فإذن بكل مرة تضغط على bottom يدخل إلى هذا المسار ويضيف لي document بداخل field أو حق الاسم text ومحتوى هذا التكست هو button text فالآن نضغط على hot restart فبالتالي نضغط على button شوف بي أن يعطاني button text كذلك لو تضغط عليه فعلا يعطيني بكل مرة button text حاليا كل هذه عبارة عن document قام بإضافتها تلاحظ بهذه الصورة إذن هذا هو hello وبهذا المكان شوف button text إذن مجموعة من document أضافها بداخل هذه message اللي هو collection الخاص بنا السلام عليكم في هذا الدرس نعمل على auth screen أو authentication screen تلاحظ بهذا المكان أنا قمت ببرمجة هذا الشيء طبعا نحن نركز على design أو التصميم فبالتالي أنا كتبته قبل الدرس ففي هذا الدرس مجرد أنه أشرح لك تفاصيل هذا الكود اللي كتبته تشوف بهذا المكان في المين مجرد أنه ال home وجهته إلى auth screen في auth screen طبعا الأكوات ستكون كبيرة جدا وتلاحظ بأنه أنا نظمت المشروع بطريقة محكمة فبالتالي بدل ما أكتب الأكوات بهذا المكان مجرد أنه وضعتها في وجهة منفصلة أو ملف منفصل اللي اسمه auth form فإذاً بداخل الوجت انشأت طبعا مجلد اسمه auth وبداخله انشأت auth underscore form فهذا auth form هو عبارة عن stateful widget هو اللي يمثل كل هذه المحتويات اللي موجودة بهذا المكان إذاً تلاحظ في البداية مجرد أنه عبارة عن form بداخل مجموعة من text form field ورجاء أرجع إلى درس الخاص ب text form field حتى تفهم كل هذه الأمور كل هذه الأمور مشروحة بالتفصيل تلاحظ في البداية عندي center طبعا حتى يكون في center بداخل card تلاحظ أنه هذه بطاقة card طبعا يطعتها margin معين 20 مساحة كبيرة حتى أبعدها من المسافة 20 ومن هذه 20 هذا margin خارجي single chance call view حتى أنه إذا أضعها بهذا المكان ممكن أنه يعني يحصل لو كان طويل يعني أطعتها painting معين تبتعد على الأطراف ومن ثم دخلنا بالform الآن أطعتها key معين اسم معين underscore form key حتى أميزه أنه هذا بالتحديد هو يمثل هذا underscore form key وهذا المجرد أنه global key يعني مفتاح عام وأحددت لـ form state دخلنا بداخل الفوم طبعا الفوم يحتوي على child 1 فما استطيع أنه وضع بداخل text form field فوضعت بداخل column حتى أحدد children ومن ثم مجموعة من text form field الآن تلاحظ بأنه عندي ثلاث حقول وعندي two button إذن هذا الحقل الأول تشوف بأنه email address حقل الثاني بهذا المكان يقول username حقل الثالث password ومن ثم size box أعطيت مسافة 12 ورائس button هذه إما تعطيني sign up أو تعطيني login وبعدها تشوف بأنه هذه flat button فهي إما تعطيني مثلا already have an account أو create new account طيب لو تدخل في البداية في أول واحد مثلا ما الذي يحتويه هذا الإيميل أول شي يشوف email address هذا label ف decoration input decoration label text email address كذلك keyboard tape هو email address طيب on safe عند الحفظ يتم أخذ الفاليو اللي سيدخل المستخدم وإسنادها إلى underscore email طبعا عرف الثلاث متغيرات email password user name فعند الحفظ القيمة اللي يكتبها المستخدم أخذنا في الإيميل طيب أنا ما أنفذ هذه الـ on safe إلا إذا تحقق عندي validator متى يتحقق ال validator وضعت شروط إنه إذا كان value dot is empty أو value does not contain at فبالتالي please interval email address إنه هذا الإيميل غير صالح إذا أدخل تلاحظ حاليا please interval email address طيب بالنسبة للبقية لو نستمر هذا هو الـ user name فتلاحظ بهذا المكان إذا كانت القيمة فارغة أو إذا كان طول الـ user name أقل من أربعة ف please enter at least four characters تلاحظ بهذا المكان please enter at least four characters كذلك الـ on save أخذ القيمة وأخذنا في underscore username وأعطيت label text username كذلك من نسبة الـ password إذا كان np.t أو أقل من سبعة password must be at least seven characters إذا الـ password يجب أن يكون على الأقل سبع حروف كذلك عندنا الـ on save أخذ القيمة اللي يكتبها المستخدم وأخذ زنها في underscore password وأعطيت label text هو password وكذلك أعطيت اب secure text تروح حتى أنه عندما active text نشوف بأنه يكون محمي بهذه الصورة طيب لو ننتقل الآن إلى button button بسيطة جدا هذه إما تعطيني login أو تعطيني sign up إذا حسب مرة تعطيني sign up مرة تعطيني login على ماذا يعتمد يعتمد على قيمة هذا المتغير is login إذا هذا القيمة يعني boolean إما true أو false فتصعد إلى الأعلى تشوف بهذا المكان boolean is login هو مبدئيا true فإذا is login true يعني أنا في حالة login فالنص الموجود هو login إذا أول ما تفتح التطبيق وتضغط على hot restart يعطيك حالة login إذا بما أنه الحالة الإفتراضية is login هو true فيعرض لي true طيب بعدها إذا تحولت ال is login إلى false فيعرض لي sign up فحاليا نشوف يعرض لي sign up إذا بهذه الطريقة أحول ما بين login و sign up طيب كيف أحول بين login و sign up عن طريق هذه flat button تشوف بأن on press عند الضغط عليها مجرد أنه عن طريق set state تقلب لي قيمة ال is login فإذا ال is login هو true تجعل false وإذا هو false تجعل true ببساطة وبناء على هذا ال is login أيضا تعرض نص مختلف فحاليا لاحظ أنت موجود في login و عندك خيار create new account هل تريد إنشاء حساب جديد تضغط عليه أو أنت آن موجود في create new account هل أنت عندك حساب مسبقا ممكن تضغط على I already have an account أنا مسبقا عندي حساب أصلا فتضغط عليه بهذه الصورة أنت تعمل switch أو تحول تلاحظ بهذا المكان بالنسبة لي ال user name إذن هذا هو ال user name تلاحظ بأنه وضعت له قبل if statement إذا كان underscore is login is false بهذا المكان نفي معناه is false يعني إذا لم أكن في حالة ال login معناها إذا كنت في حالة sign up فقط أظهر لي هذا التكست phone field إذا ال user name متى سأحتاجه فقط في حالة sign up فقط عندما أسجل حساب جديد فتلاحظ حاليا أنا في sign up يظهر لي ال user name عندما أحول إلى ال login مو بحاجة بأن المستخدم عندما يسجل الدخول بكل مرة يدخل الثلاث حقول فقط يدخل لي email وال password فهذه بالنسبة إلي الآن عندما أضغط على bottom بهذا المكان إذا عندما أضغط على هذه login أو sign up أون برس أنفذ فكشن اسمه underscore submit طيب هذه فكشن ما الذي ستفعله أول شيء تتحقق من validator فبالتالي underscore form key يعني من هذا الفوم بالتحديد dot current state dot validate اجلب لي قيمة validate هل هي true and false هل هي مفعلة أم لا هل المستخدم حقق هذه الشروط أنه يجب أن لا تكون خالية من هذه الأمور فبالتالي ستخزن في قيمة is valid فإذا is validate يعني save ببساطة ومن ثم فكشن السيف أنه أخذ القيم الثلاثة وأخذنا بهذه المتغيرات الثلاثة بعدها تأكيد من هذا الشيء أنه طبعت قيم هذه الثلاثة أوكي فتلاحظ بهذا المكان حاليا تشوف لو نضغط مثلا على هذه أضغط مثلا علامة ads حتى يقبلها مني user name أدخله إفتراضي password لهذه الصورة وأضغط على sign up آه تشوف بي أنه password must be at least 7 characters مفهوظ بي أنه سبع حروف فالآن أضغط على sign up تشوف بي أنه قرأ مني ال email وكذلك username وكذلك password الآن لاحظت ممكن بعض الأسطر الجديدة عليك الآن أبين لك ما فائدة كل سطر كتبته شوف هذا السطر focus scope of context ومن ثم unfocus ما فائدة هذا السطر فائدة لو تلاحظ الآن في بعض التطبيقات أحيانا يصير عندك هذا الكيبورد بشكل عالق أنه يظل موجود فأنا أتأكد من هذا الشي أنه بكل مرة تضغط على البوتون اللي هو sign up أو login سيتم تنفيذ الفكشن سابنت وبداخل الفكشن سابنت وضعت هذا السطر هذا السطر يساعدني على إغلاق الكيبورد إذن بمجرد أنه أنت تضغط على البوتون تلقائيا يتم إغلاق الكيبورد هذا فائدة كذلك ممكن لاحظت سطر إضافي وضعته في كل text form field اللي هو بكل واحد أعطيته مفتاح حتى أميزه فبهذا المكان مثلا أعطيته Value key email بهذا المكان Value key username وبهذا المكان Value key password الآن أبين لك فائدة حاليا لو أمسح هذه Value key وتشوف تأثيرها بهذه الصورة طيب الآن حاليا إحنا بدون Value key ما الفرق أنه بهذا المكان لو تضع username وليكن مثلا حسن الآن أركز أنا حاليا ما وضعت الباسورد وضعت username كلمة حسن أوكي؟ لو أحول الآن إلى login تشوف بأنه كلمة حسن انتقلت إلى الباسورد لو أرجع مرة ثانية تشوف بأنه رجعت كلمة حسن إلى username هذا الشي خطأ إذن هو ما يستطيع أنه يميز ما بين الوجت المتشابهة هي كلها عبارة عن text phone field طيب كيف يميز كل واحدة المفروض بأنه كل واحدة تكون لها key أو مفتاح مخصص حتى يميزها بالوجت tree أو شجرة الوجت اللي عندنا فإذن حتى ما ينتقل هذا اليوزرنين إلى الباسورد ثم الباسور اليوزرنين فكل واحد نعطيه مفتاح حتى نميزه فالآن أرجع المفاتيح ونضغط على hot restart من جديد حاليا لو تضغط مثل يوزرنين حسن بهذه الصورة لو تحول الآن إلى اللوغين تشوف بأنه منتقلت القيمة إلى الباسورد لو ترجع إلى اليوزرنين تشوف بأنه اختفت القيمة فهذه فكرة بسيطة عن هذا الملف اللي عملنا كذلك في المين دارت تلاحظ هذه التنسيقات طيب من أين أتت هذه التنسيقات وضعتها في الثيم الكلي للتطبيق أنه البرائمر سويتش البرغراوند كلا والأكسنت كلا كذلك تلاحظ بأنه أعطيت البوتون ثيم بأنه عملت او اعادة تعديل للثيم الافتراضي لأي بوتون أنا أكتبها طيب ما هي التعديلات أو كيف يتم هذا الشيء البوتون ثيم يساوي انه أخذ نسخة وأعدل عليها فكل بوتون أنا أكتبها أريد بأنه يكون البوتون كلا هو بينك تشوف بأنه لونها بينك وهذه لونها بينك والتيكس تيم يعني التكس تيم الموجود بداخل بوتون يجب أن يكون برايمري والشيب يعني شكل هذه البوتون أنه تكون راوند ركتانجل بوتون بمقدار تدوير عشرين فتلاحظ بأنه مدورة بمقدار عشرين إذن أي بوتون أكتبها خلال التطبيق يطبق عليها هذه الثيم لكن طبعا بالنسبة لهذه I already have an account طبعا اضطررنا بأنه لو نذهب حاليا إليها بهذا المكان شوف بهذا المكان اضطررت بأنه أعطيها تيكس تيم يعني لو ما وضعت هذا السطر هو ما يستطيع أنه يأخذه من الثيم بشكل مباشر يعني فأنت تضطر بأنه تعطيه تيكس كلا أنه تيكس الموجود بهذا البوتون يجب أن يكون يستورد من الثيم إذن أعمل لوجيك الخاص بالفوم اللي هو sign up أو login فبهذا المكان في الثيم لو أعرف فاكشن معينة إذن بهذا المكان ممكن مثلا void underscore submit auth form وأفتح أقواس الفاكشن بهذه الصورة طيب هذه الفاكشن أريد أن تستقبل عدة متغيرات طبعا ممكن أحدد نوع المتغيرات فسترنج مثلا اللي هو الإيميل فارزة من نفس الحالة ممكن أكرر هذه للسهولة بهذه الصورة فبالتالي أحتاج إلى password وكذلك بهذا المكان أحتاج إلى username وكذلك سأحتاج إلى boolean إذن boolean اللي اسمه is login وأخيرا سأحتاج إلى build context وليكن اسمه ctx بهذه الصورة طيب هذه فاكشن عبارة عن async await بهذه الصورة async حتى يتم كل شيء طيب في مشروعنا هذا إحنا ما نحتاج إلى state management ما نحتاج إلى provider لأنه Firebase سيساعدني بشيء كثير جدا فبالتالي نحن سنعتمد بشكل كلي على Firebase أول شيء بما أنه إحنا في Authentication فالمفوض نرجع documentation خاص بنا ونذهب إلى Authentication ومن ثم overview ومن ثم ننزل أسفل ونضيف هذا Authentication Firebase Auth يعني فبالتالي بهذا المكان طبعا أنا أعطيتك مقدمة في سكشن سابق عن هذه فنضيف بهذا المكان نعمل pub gate حتى يقوم بإضافته تشوف بهذا المكان أيضا المفوض بأنه يعطيك أمثلة أتصور في Usage بهذا المكان وذكرت لك فكرة عنها تلاحظ مثلا بهذا المكان عندك try catch حاليا ونأخذ هذا ونفصله إذا نرجع مرة ثانية بالAuth Screen بداخل الbody الخاص بالفكشن تشوف بهذه الصورة طبعا هذه إذا تريد أنه تفصلها أو تريد أنه تضحها في سطر واحد ممكن هذا الشيء فعلى سيء مثال هذه firebase.instance أنا سأجعلها في مكان منفصل إذا final underscore auth equal to firebase.instance فارزة من قوطة طبعا هذا المفوض بأن أعمله إمبورت فإذا بما أنه إنشأت هذا الإنستنس بهذا المكان فبالتالي مجرد أنه أستعمله إذا await لهذا الإنستنس عن طريق هذا الإنستنس أعمل create user with email and password وهذه فكشن فقط تريد مني قيمة الإيميل وقيمة الباسورد فبالتالي بهذا المكان رفض تعطيها الإيميل الخاص بك لهذه الصورة وكذلك بهذا المكان تعطيها الباسورد الخاص بك بهذا الشكل تشوف بهذا المكان هو يفرق ما بين الأخطاء اللي ممكن تحصل إنه إذا حصل خطأ نوعه Firebase Auth Exception فبالتالي افعل هذا الشيء وإذا حصل خطأ آخر خطأ عام فأطبع رسالة الخطأ فبالتالي تشوف بهذا المكان إذا كان e.code equal equal week password هذا الاسلوب أخذناه في السكشن السابق إنه مجرد يعدل على الجمل موجودة إنه هذي الجملة ممكن تكون يعني ليست جيدة فبالتالي يعدل عليها يعطيك the password provide is too weak طبعا هذه الجمل ممكن إنه مثلا نجعلها return أو throw مثلا إنه نرميها حتى نعالجها ونعرضها مثلا في سناك بار أو شيء معين لليوزر فهذا بالنسبة للcreate نذهب الآن إلى sign in بهذا المكان لكن بالبداية متى سنعمل login ومتى سنعمل sign up اعتمادا على هذا ال is login المفروض فبالتالي أوكي إنت في التراي ما عندك مشكلة لكن في التراي المفروض إنه عبارة if statement إنه إذا كان ال is login يعني اللي أخذته بهذا المكان إذا كان هذا equal equal true فبالتالي أفتح قواس وأنفذ ال login بهذا المكان أكتب else وبخلافه فمعناها أنا في sign up فحاليا هذا الكود الخاص ب sign up فأضعه بهذا المكان اللي هو create user بينما لو نرجع الآن إلى الكود الخاص ب login طبعا هو نفسه مجرد إنه هذه ستختلف عندي فبالتالي ممكن إنه أضع هذه بهذا الصورة وأضعه بهذا المكان لكن هذه مرة أعطي الإيميل والباسورد بكل الأحوال أوكي هذه بالنسبة لل two function كذلك تلاحظ رسالة الخطأ إنه احتمال يكون user not found لأنه أنت حاليا تسجل الدخول احتمال إنه ما يستطيع إنه يجد إيميالك أو احتمال إنه تدخل wrong password فكل هذه الشروط لو تريد أيضا ممكن إنه تضيفها فإذن نضيف هذه الشروط إلى قائمة الأخطاء اللي عندنا بهذا المكان يعني فقط بهذا المكان نضع else if إذن إذا كان الرسالة كذا فأطبع كذا وإذا كانت الرسالة كذا فأطبع كذا وهكذا طيب حاليا هذه function هي التي تفعل كل شيء طيب بالنسبة لهذه أيضا تشوف بهذا المكان عندك the auth فالauth تضعها بكان هذه firebase.instance حاليا سيعطيك قيمة راجعة ممكن تحصلها فمثلا نسميها auth result بهذه الصورة طبعا هذه ممكن نتعرفها يعني ليس هناك داعب أن نتعرفها مرتين فإذا نعرفها مرة واحدة ممكن بهذا المكان إذا auth result قبل try بهذه الصورة يعني أول ما ندخل بالfunction نعرف متغير اسمه auth result ونوعه سيكون هذي user credential فبالتالي بهذه الصورة فهذه مرة أنت متعيد تعريف المتغير وإنما تستخدم بشكل مباشر الذي هو auth result بهذه الصورة طيب هو أيضا لحد الآن أنت مستخدمت auth result مجرد أن أسننت له القيمة الراجعة من هذه الفكشن طيب هذا حاليا إذا أعطى error فبالتالي سيعرضي رسالة معينة الآن ممكن نحاول ننفذ هذه الفكشن اللي هو submit auth form فبالتالي لو ننسخها حاليا ونحاول بأنه نمررها بهذا المكان طبعا هذا شيء مستهلك عملناه كثيرا فauth form مفروض بأنه استقبله بهذا المكان فتشوف بهذه الصورة مجرد أنه تستقبل في الكونستركتر فالauth form تفتح قوس this dot مثلا يعني submit function بهذه الصورة مثلا فارزة من قوطة وبالتالي تعرف هذه function فإذا function بهذه الصورة اسمها submit function طبعا ممكن أنه تجعلها final حتى ما يعترض عندك فبالتالي final void نوع الأرجاء كذلك تلاحظ بهذا المكان طبعا ممكن أنه تحدد براميترات الداخلة للفكشن طبعا ممكن تجعلها fn باختصارا يعني fn طيب هذه function المرفوض بأنه تستقبل هذه البراميترات كلها تلاحظ بهذا المكان انت تمرر function تستقبل كل هذه البراميترات فبالتالي تستقبلها بهذا المكان نفس البراميترات الآن تشوف بأنه يقبلها منك بدون مشكلة فإذا عندما تنتقل لهذه الآث فوم تمرر لها هذه الفكشن وهي تستقبلها بهذا المكان تحت اسم submit fn هذه فكشن submit fn المفروض تستعملها الآن بهذا المكان طيب بدل ما نطبع القيم الآن المفروض بأنه نستعمل هذه submit fn ولكن المفروض بأنه تكتب widget إذن widget.submit fn هذه حتى تنفذها نحتاج أنه نعطيها البراميترات اللي عندنا أو البراميترات اللي تريدها مننا تشوف بهذا المكان تريد منك الإيميل الباسورد اليوزر نيم فتعطيها هذه القيم إذن القيمة الأولى إيميل كذلك فارزة القيمة الثانية تعطيها باسورد القيمة الثالثة يوزر نيم فتعطيها بهذه الصورة القيمة الرابعة تريد منك الإسلوغن فتعطيها الأندرسكور إسلوغن وكذلك القيمة الأخيرة هي الكونتكس فتعطيها الكونتكس اللي عندك الكونتكس العام اللي عندك اللي هو يعني كونتكس ببساطة يعني فانتهى الموضوع تشوف بهذه الصورة نفدت الفاكشن إذن عندما أضغط على البوتون يتم تنفيذ فاكشن السابمت وهذه السابمت إذا حققت شروط الفاديديت ستحفظ القيم وعن طريق هذه الفاكشن تحاول تنفذها وترسلها هذه المتغيرات وهذه فاكشن اللي هي موجودة بهذا المكان تحاول بأنه تعمل لوجين أو ساين أب حسب القيم اللي عندي إذا حصلت عندي خطأ أو رسالة خطأ فبالتالي يطبعها بهذا المكان طيب في البداية بما أنه أضفنا باكت جديدة ممكن نوقف التشغيل ونشغل التطبيق من جديد لكن قبلها لو نذهب إلى الاثنتيكيشن في هذا تطبيقنا ونعمل Setup Sign in Method ممكن نختار الطريقة بالإيميل باسورد فإنابل ومن ثم سيف نرجع مرة ثانية اليوزر فالمفروب بأنه اليوزر يقوم بإضافته بهذا المكان فالآن نضغط على تشغيل التطبيق أوكي الآن نقوم بالمفروض عمل حساب جديد فبالتالي الإيميل مثلا test at gmail.com لكن الآن لاحظ لو أتعمد بأنه أترك فراغ بهذا المكان هل سيعطيني Error بالنسبة لي اليوزر نيم مثلا أي يوزر نيم حسن وكذلك بالنسبة للباسورد 1234567 لو تضغط الآن على sign up تشوف بأنه عندي مشكلة هذا الشيء ما المفروض بأنه يكون منك المفروض تعالج هذا الشيء يعني كيف أنه مجرد المستخدم ترك فراغ بهذا المكان يظهر له Error هذا الشيء ما ممكن فالمفروض بهذا المكان الفاكشن هذه ما تمرر لها الإيميل والباسورد واليوزر نيم بشكل مباشر وإنما تعملها Trim إذا نترم حتى أنه يحذف الفراغات إذا كانت هناك فراغات موجودة كذلك بهذا المكان وكذلك بهذا المكان فالآن نضغط على hot restart مثلا أوكي الآن لو نضغط مثلا على إيميل معين نضغط على علامة الات ومن ثم جيميل دوت كوم نترك فراغ اليوزر نيم مثلا حسن وكذلك الباسورد نعطي أي باسورد بهذا الشكل نضغط الآن على sign up أوكي تشوف بأنه id token listener about user notify out state listener about user فعمل لي كل شيء وحتى برمج للتوكن ويساعدني كثيرا فاير بيس إذا مفروض بأنه حصل كل شيء بشكل طبيعي نضغط على reload نشوف بأنه تم تسجيل هذا اليوزر طيب الآن لو نضغط على login فتلاحظ بهذا المكان أنا عندي هذا اليميل أو مرة ثانية لو أعمل مثلا sign up بهذا المكان تشوف بهذا المكان يطبع لي رسالة فعلا عندما أحاول بأنه أنشئ حساب جديد بنفس اليميل يعطي the account already exist for that email إذا من أين أتت هذه الرسالة هذه فائدة الرسائل اللي طبعناه بهذا المكان تشوف بهذه الصورة عندما كان اليميل already in use طبعنا الرسالة the account already exist for that email بينما الآن لو أحاول مثلا أنه أعمل login بهذا المكان لكن الباسورد ممكن أدخله بشكل خاطئ بهذه الصورة الآن لو نضغط على login تشوف بهذا المكان wrong password provided for that user اللي هي هذه الرسالة الأخيرة هذه الرسائل تكون من الأفضل بأنه لو نعرضها لليوزر أو المستخدم كيف نفعل هذا الشيء؟ ممكن عن طريق السناك بار إذا ممكن بهذا المكان snackbar.of context الآن ستظهر فائدة الكونتكس اللي مرنا لأنه لو نعطيه الكونتكس العام اللي هو الخاص بهذا الكونتكس يعني بهذا المكان سيعطيك إرض لأنه ما يعرف من أي كونتكس أو من أي سكرين سيظهر هذا السناك بار فبالتالي أنت ليس من هذا المكان ستظهر وإنما من هذا الأوث فوم فالمفروض أنه يستعمل هذا الكونتكس فإنت بهذا المكان تمرر الكونتكس إلى submitfn أوكي فبالتالي هذه فاكشن تستقبل الكونتكس اللي مررته فالمفروض هذا الكونتكس الداخلي الآن تستعمله بهذا المكان حتى نظهر لسناك بار طبعا ليس سناك بار المفروض أنه scaffold dot of ctx والآن dot show سناك بار نعطيها object من السناك بار بهذه الصورة يريد مني contact اللي هو text بشكل اعتياد يعني وممكن فارزة منقوطة لو تريد هذا الشيء كذلك ممكن نعطي color معين فبالتالي بهذا المكان background color سيكون يعني color معين أجلبة من theme المفروض إذن theme of context أتصور ctx يعني فبالتالي dots المفروض أنه عندي لون خاص للأرار هذا اللون error color بهذا الشكل ممكن نقسم السطر حاليا هذا السناك بار طيب ما هي رسالة السناك بار المفروض أنه تكون واحدة من هذه الوسائل إذن في البداية تعرف رسالة معينة فإذن string بهذا المكان مثلا message وليكن مثلا error accurate فبالتالي فارزة منقوطة وبعدها المفروض بأنه نعدل هذه الرسائل إذن هذه المسج أول شيء نعرضها بهذا المكان هي string يعني وبالتالي نعدل هذه الرسائل إذن بدل هذه الprint ستكون بهذه الصورة يعني message equal to بهذا المكان أيضا message equal to نفس الحالة بالنسبة البقية وبهذا المكان نحذف هذه ونعيد تنظيم الأسطر فيما بعد الآن كل شيء تمام مجرد أنه هذه المسج نعرضها لكن على شكل سناك بار للمستخدم الآن هل كل شيء تمام الآن هذه الرسائل لاحظ wrong password provided for that user هذه الرسالة أريدها الآن تظهر في السناك بار تضغط hot reload فقط لو تضغط الآن على login تشوف بأنه wrong password provided for that user فحاليا رسائل الخطأ ستظهر للمستخدم السلام عليكم سنعمل في هذا الدرس على انهاء هذه النافذة اللي هي authentication screen عندما أعمل مثلا sign up أسجل حساب ليس فقط في authentication أريد بأنه أخزنه في ال cloud fire store بهذا المكان طيب كيف أضيف قيمة إلى ال cloud fire store خدنا بهذا المكان عند الضغط على button قلنا بإضافة قيمة معينة فهذا الكود لأخذ copy وأرجع مرة ثانية إلى ال function الخاصة بنا بهذا المكان فإذا في لحظة أنه أعمل sign up أو تسجيل حساب جديد أنه أنا أرسل البيانات طبعا أنا مو بحاجة بأنه بالحالة أن أرسل البيانات أنه فقط عندما ينشئ حساب جيد مستخدم سأحفظ بياناته وانتهى الموضوع إذا بهذا المكان أضع الأكواد أول شيء أعمل import أكيد للfire store لهذه الصورة إذا firebase firestore.instance.collection ومن ثم بداخل collection اسمها users طبعا هذه collection حاليا غير موجودة فهو سيقوم بإنشاه ما عندي أي مشكلة بداخل collection أريد document طبعا سابقا كنا نكتب document لكن هاي deprecated محذوفة فالآن نكتب فقط doc هذا document كل document يجب أن نولد له id الآن أنا ما أريد أولد ال id بشكل مباشر أريد بأنه أعطي نفس ال id اللي يولده بهذا المكان لأنه عندما أعمل sign in أو create user هو سيولد ال id وسيولد ال token فبالتالي أستخرج ال id من هذا auth result فإذا بهذا المكان auth result dot user dot uid بهذا المكان أستخرج ال id فأستعمل نفس ال id ومن ثم dot ليس add وأنه ممكن استعمل set طبعا سابقا كنا نستعمل set data الآن نستعمل set وبالتالي أعطي map بهذه الصورة ممكن نقسم السطر بهذا الشكل أوكي الآن نقوم بإرسال user name ونقوم بإرسال password ففي هذا المكان user name طبعا اللي أستقبله بال function يعني بهذا المكان فال user name استقبله تحت اسم user name أكرر هذه ومن ثم password أيضا أنه أخزنه باسم password بهذه الصورة كذلك لا تنسى هذا يرجع لي future فبالتالي await انتهى الموضوع الآن عندما أعمل تسجيل حساب جديد يقوم بإضافته إلى الفاير ستور أيضا الآن لو يكون عندي loading spinner بهذا المكان يعني عندما أضغط بينما أنه يرفع لي الحساب أو يسجليه في الفاير ستور يظهر لي بهذا المكان spinner أو circular progress indicator طيب كيف هذا الشيء المفروض بأنه مبرمج is loading فبهذا المكان مثلا boolean is loading مبدئيا equal to false فارزة منقوطة طيب ممكن أجعل على شكل private بهذا الشكل ومن ثم أبدأ أتلاعب بهذا is loading مبدئيا بما أنه is false أوكي طيب أول ما أحاول أنفذ الفاكشن إذا مجرد أنه أدخل بالتراي فعن طريق set state أحول is loading إلى true بهذه الصورة فارزة منقوطة بعدها المفروض بأنه بعد ما أتم كل عملية أرجع أحولها إلى false فإذا بهذا المكان مفروض إذا نجحت العملية فأحولها إلى false وإذا حصل خطأ فبنهاية الخطأ إذا أحولها إلى false لكن بهذا المكان يعني إذا نجح الموضوع ما أحتاج بأنه أحول إلى false أو أحذف لسبينر أو circular progress indicator لأنه أصلا إذا نجحت العملية المفروض بأنه أنقله إلى chat screen فبالتالي ما أحتاج إلى هذه في التراي فقط أحتاجها في موضع الإرر إنه إذا أعطاني إررر مفروض بأنه يغلق هذا السبينر فبالتالي بهذا الإررر مثلا في نهايته المفروض بهذا المكان ترجع مرة ثانية تحول isLoading إلى false وكذلك أيضا إذا حصل أي خطأ آخر أيضا يحول isLoading إلى false وفقا لهذا الإسLoading المفروض بأنه أعرض شيء معين لكن أكيد ليس بهذا المكان يعني ليس بهذا البدي المفروض بأنه تمرر فهذا الإسLoading أمرر إلى لهذه الصورة إلى هذه الفاكشن أو إلى هذا الكونستركتر أو ثفوم فالمفروض أنه أستقبله بهذا المكان فبراميتر آخر بولين مثلا هو ليكن عبارة عن isLoading أيضا بهذه الصورة أو ليس في الفاكشن عفوا هذه أستقبله ضمن الفاكشن تلاحظ بهذا المكان تترسل فاكشن وترسل براميتر آخر فالمفروض بأنه أستقبله بهذا الكونستركتر طيب في الكونستركتر المفروض بأنه تكتب this. بهذه الصورة طيب الآن سيعطيني error مفروض بأنه أعرفه فبهذا المكان أرفت فاكشن أوكي بهذا المكان أعرف بولين وليكن مثلا isLoading أو ممكن private يعني بهذه الصورة وليكن فارزة بهذه الصورة ممكن أعطي final طبعا هذا أعدل بهذا الشكل فالآن أرسلت ال isLoading معدي مشكلة ووفقا لهذا ال isLoading المفروض بأنه أعرض شيء معين فإذا الآن لاحظ أريد بأنه أستبدل هذه two button بهذا circular progress indicator فإذا في البداية أغلق هذه حاليا طيب الآن مبدئيا بعد size box مثلا فإذا بهذا المكان ممكن if statements إذا كان ال isLoading هو true فبالتالي أفتح أقواس بهذه الصورة وأعمل circular progress indicator طبعا بهذا المكان مفروض بأن تكتب widget.isLoading طيب فبالتالي أعمل circular progress indicator وأفتح أقواس طبعا المفروض بأنه ما تضع الأقواس من دون أقواس هو سيفهمها بهذا الشكل مجرد أنه فارزة لأنه هذه مجموعة من ال widget فهذه circular progress indicator يعرضها فقط إذا تحقق هذا الشرط طيب تبقى هذه rise button يعرضها إذا لم يتحقق هذا الشرط إذن إذا لم يتحقق هذا الشرط فأعرض rise button وكذلك أعرض هذه flat button بهذا الصورة إذن الآن لو نحذف هذا اليوزر مثلا فبالتالي delete accounts ومن ثم نعمل hot restart المفروض أحذف هذا السطر بهذا المكان أوكي hot restart من جديد فالآن create new accounts مثلا test gmail.com واليوزر نيم هو حسن والباسورد هو 1234567 ومثل ما نعمل sign up نتشوف بأنه ظهر هذا loading spinner بما أنه ما اختفى loading spinner معناه ما حصل عندي خطأ ما السبب لأنه عندما يحصل خطأ بهذا المكان تلاحظ بأنه عندما يحصل خطأ أرجع غير is loading إلى false كذلك إذا حصل خطأ بهذا المكان أرجع غير is loading إلى false فبالتالي إذا حصل خطأ يختفي is loading ويعرض لي snack bar بهذا المكان برسالة الخطأ بينما إذا تمت كل العملية بنجاح المفروض بأنه الآن أنقله إلى chat screen لكن إلى الآن ما برمجنا هذا الشيء فالآن المفروض بأنه تمت العملية بنجاح تضغط على hot reload تشوف بأن test at gmail.com اللي يهمني لو تذهب إلى cloud fire store بهذا المكان تشوف بأنه أنشأ لك collection اسمها user وأنشأ لك document بهذا ال id أوكي اللي هو v6u6 المفروض نفسه هذا ال user id تشوف بأنه v6u6 أوكي إذا نفس ال id أخذه وولده أو استعمله في document شوف بداخل ال user name أخذه حسن وال password 1234567 أوكي الآن نعمل على نقلة إلى chat screen كيف يكون هذا الشيء باستعمال المين دوت دارت في السكشن السابق قمنا ببرمجة كل شيء بشكل يدوي الآن تظهر قوة الفاير بيس وجمال الفاير بيس بأنه يبرمج لك كل شيء بشكل تلقائي يبرمج لك التوكن وحتى يبرمج لك أصلا ما تحتاج إلى shared preferences بأنه إذا الشخص يعني مسجل الدخول فيعمل مثلا hot restart للتطبيق مباشرة يفتح عنده فما تحتاج أصلا إلى shared preferences حتى بهذا المكان لو تستعمل stream builder بهذه الصورة stream builder يريد منك stream وكذلك يريد منك builder وهذه builder عبارة عن فاكشن توفر لك ctx context ويتوفر لك كذلك snap shot ومن ثم تنفذ الفاكشن ممكن بهذه الصورة أنا أحب أن نفذها بالlambda expression طيب بالنسبة للستريم ما هو الستريم الذي سنستمع له عن طريق firebase auth بهذه الصورة dot المفهو أخذ instance ومن ثم dot ممكن أستخدم on auth state changed يعني عندما يحصل تغيير في auth لكن طبعا هذه أيضا سابقة كنا نستعملها الآن عملوها deprecated أصبحت محذوفة فبدلا من هذه on auth state changed ممكن تستعمل أتصور auth state change فتلاحظ هذه أيضا ترجع لك stream وفقا لهذا stream سنقوم ببناء شيء معين فإذا بهذا المكان نفتح قوس وننفذ الفاكشن إذا نتحقق من شرط إذا كان snapshot dot has data فبالتالي return ونقلني إلى chat screen فارزة منقوضة بخلافه else إذا ما كانت هناك data في snapshot فبالتالي return ونقلني إلى auth screen الآن اللي يهمنا حاليا إنه snapshot القيمة الراجعة من هذه إذا كانت لديها معلومات فبالتالي إلى chat screen وإذا لا فلل auth screen إذا تحدثت هذه المعلومات هو يتحدث الشرط بشكل تلقائي انتهى الموضوع لأن هذا مثل ما ذكرت لك stream هو عبارة على live listener فهو يستمع دائما إلى تغير الحدث فالآن لو تضغط على hot reload تشوفي أنه مباشرة نقلني إلى chat screen ما السبب؟ لأنه حاليا snapshot بداخلها data فعلا لأنه حاليا أنا مسجل دخول عملت حساب جديد موجودة المعلومات فنقلني إلى chat screen حتى لو أعمل hot restart الآن لاحظ أنا موجود في chat screen طيب لو أريد أبرمج logouts على سيء مثال وليكن في app bar يعني المفروض أنه في chat screen بهذا المكان شوفي أنه عندي app bar مبدئيا هذا فارغ بالتالي لو نعطيه خصائص إذن title text بهذه الصورة وليكن مثلا flutter chat بهذا الصورة سيعرضها بهذا المكان كذلك ممكن عن طريق actions أنه أضيف drop down button button تلاحظ drop down button اللي هي يعني ثلاث نقاط تظهر بهذا المكان يعني قائمة منسدلة تريد منك items وتريد منك on change طيب أول شيء ممكن نعطيها icon ف icon بهذه الصورة طيب وتساوي icon نفتح قوس icons dots أتصور more بهذا الشكل أوكي هذه النقاط الثلاثة تلاحظ بأن هذا الشكل icon أريد أنه يظهر بهذا المكان فتلاحظ بهذه الصورة تشوف ظهرة نقاط الثلاثة طيب هذه الايكون نعطيها لون معين ف color أيضا من theme dot of context ومن ثم dots المفروض أأخذها من primary color لكن ليس من primary color بهذه الصورة وإنما من primary icon theme dots color في theme الرئيسي الافتراضي خاص بالتطبيق هو theme المبرمج الافتراضي موجود theme خاص بالتكس وثيم خاص بالآيكون وهذه الأمور فأخذ primary icon theme أخذ منه الكلر حتى أعرضه بهذا المكان هذا بالنسبة للآيكون عرضتها بهذه الصورة طيب بالنسبة للإتامس وتلاحظ بأنه items جمع إذا مجموعة من الإتامس طيب هذه لو أحاول بأنه أعرف النوع الخاص بها تشوف بأنه هي list of drop down menu item إذا كل عنصر بداخلها يجب أن يكون نوعه drop down menu item بهذه الصورة كل واحد من هذا drop down menu item يريد منك child طيب حاليا أنا أريد children ما أريد child فممكن أنه يعني children مجموعة من الأبناء تكون بهذا المكان بصف واحد فممكن لو تريد أنه أضعها بداخل row والrow تستقبل children والآن بداخل هذا children أو بداخل هذا الرو الآن ممكن تضع العناصر اللي تريدها فأول شيء أريد icon معينة فبالتالي icons dot except أتصور أوكي إذا accept to up بهذه الصورة بعد الآيكون مفروض بأنه يكون عندي text فعلى سيء مثال logout بهذه الصورة طيب بين الاثيام ممكن يكون فاصل فبالتالي sized box وأعطيه width ولي يكون 10 أو ممكن يكون ثمانية بهذا المكان طيب كذلك المفروض أنه أعطيه value فبهذا المكان drop down menu item تشوف بأنه بداخله أيضا value ليس فقط child إذا نرجع بهذا المكان أنا أعطيته child اللي هو عبارة عن رو إذا بعض الرو ممكن أعطيه value حتى عن طريق هذا value أميز هذا drop down menu item يعني شيء مثل key فالvalue ستكون logout بها الصورة لكن أقسم السطر بهذه الصورة هذا بالنسبة drop down menu item طيب الآن ممكن نبرمج on change إذا في drop down menu عندي icon عندي items وعندي on change اللي هي function يعني مثل on press حتى أنه تظهر بشكل enabled وليس disabled فتعرف function بهذه الصورة هذه function يجب أن يستقل parameter وليكن مثلا item identifier مثلا عن طريقة تتعرف على كل item مثلا إذا كان if item identifier equal equal المفروض هذا logout الآن تظهر قيمة هذا value فتلاحظ بهذه الصورة أنه أنت هذا drop down menu item أعطيته value معينة اللي هو logout عن طريقة تصل إليه فإذا كان item identifier يعني القيمة التي تغيرت أو تحولت من هذا logout فستفعل شيء معين إذن إذا ضغط الشخص على هذه البوتون الآن لاحظ حتى تلاحظ الموضوع لو تضغط عليها تشوف بي أنه logout بهذا المكان فعلا إذن drop down menu item بداخل icon اللي هي هذه وبداخل text logout إذا ضغط عليها الآن أريد تسجيل الخروج طيب كيف يكون هذا الشيء الفاير بيس يقوم بكل هذه الأمور فعن طريق الفاير بيس auth بهذه الصورة طبعا سأعمل لك import dot instance dot عندي فكشن أتصور اسمها sign out تلاحظ بهذا المكان هذه فكشن sign out بمجرد أنه تستدعي هذه الفكشن هو يقوم بكل شيء بشكل تلقائي يعني في sign out عندها تستدعيها يقوم بحذف التوكين يقوم بحذف اليوزر فبالتالي إذا تحدثت هذه القيم ستصبح لسناب شوت ليس لديها data فيرجع ينقلك إلى الآث سكرين فإذا لاحظ hot reload ومن ثم بهذا المكان تضغط على logout شوف بأنه رجع نقني الآث سكرين لو نرجع حاليا نحاول نسجل الدخول هل ممكن هذا الشيء إذا في هذا الإيميل بهذه الصورة وكذاك password 1234567 ونضغط على logout نشوف بأنه فعلا نقني إلى الشات سكرين إذا بهذا الدرس نكون أنهينا برمجة الآثنتيكيشن السلام عليكم سنبدأ بهذا الدرس بالعمل على الشات سكرين إذن أيضا هذه الشات سكرين ستكون طويلة جدا فبالتالي نحاول نقسم الأكواد في ملفات منفصلة تلاحظ بداخل الوجت عندي آني فولدر اسمه auth بداخل الآث فوم الذي أنشأنا كذلك أنشأت فولدر آخر اسمه chat هذا يتألف من جزئين اللي هو المسجز .dart هذا اللي يحتر فقط على هذه الرسالة أو المسج وكذلك الnew message هذا عبارة عن text field المفروض أنه موجود بهذا المكان في الأسفل وموجود بهذا المكان مثل button نقوم بإرسال رسالة يعني نكتب رسالة ثم نرسلها فإذا هذه المسج يعني بدل ما نعرضها بهذا المكان طبعا حاليا ما أحتاج إلى الأب بار أغلقه فتشوف بهذا المكان نعرضة stream builder فإذا هذا كل المفروض أخذ كات مثلا ما أحتاجه بهذا المكان وأنتقل إلى المسج .dart فبالتالي import material .dart ومن ثم stl stateless widget يعني وليكن اسمها message فبالتالي سأقوم بإرجاء هذا stream builder بهذه الصورة طبعا أعمل import بهذا المكان طبعا سأدخل بcollection طبعا هذا collection عبارة عن مسج وحده يعني تلاحظ هذا كله يقوم بإعطاء مسج وحده فممكن أنه أعدل اسم الcollection وليكن اسمه chat وليس chats يعني حاليا هذا الـ chats ممكن أنه أحذف فما أحتاج إلى هذا الcollection chat هنا يخبرني بأن أكد بأنه أنت تريد حذف هذا الcollection chat نهائيا بواسطة كتابة الـ id الخاص به أو اسمه اللي هو chats فأضغط على delete نعم أريد حذفه بشكل نهائي فتشوف بأنه بقي فقط الـ users نرجع مرة ثانية إذا بمجرد أنه عملنا chat هو سيقوم بإنشاء collection جديد يعني طيب سأمسح هذه أصلا فبالتالي الـ stream الخاص بنا هو كل هذا الـ collection فأقوم بالاستماع لهذا الـ chat بالكامل فبالتالي builder ctx snapshot إذا كنت في حالة الـ waiting أظهر له circle progress indicator وإلا إذا عندي بيانات في snapshot.data.docs خزنتها في الـ docs ومن ثم عن طريق الـ docs index ومن ثم أعرض الـ text بهذا الـ padding مثلا وكذلك docs.length بالنسبة الـ item count فالآن كل شيء تمام هذا الـ message نقوم بعرضه بداخل chat screen فإذا بهذا المكان أقوم بعرضه لكن ليس بشكل مباشر لو كان عندي مثلا column أو ممكن يكون هذا عبارة عن container أول شيء فبالتالي الـ container أضطر بأنه أحيطه expanded بهذا الشكل طيب الآن بداخل هذا الـ column الآن أستدعي هذه الـ message لأنه هذه الـ message حاليا هي تعطيني مجموعة من الرسائل هو بكل مرة يستمع إلى تغيير معين فيعرض لي رسالة جديدة فالمفروض أن يكون عندي column حتى بداخله تعرض هذه الـ message طبعا المفروض أن أعمل import أكيد للـ message بهذه الصورة أو طبعا هذا خطأ المفروض أنه الـ message الوحدة التي تأتي تكون بداخل expanded يعني الآن لاحظ تحذف هذا expanded من هذا المكان بهذه الصورة فبالتالي الآن column بداخله message وهذه المسج أحيطها في expanded فالآن التصميم سيكون صحيح طبعا بالمناسبة فقط أنه هذه المسج حاليا لاحظ هي عبارة عن list view فبالتالي وجود list view مع الـ column ممنوع فنضطر بأنه نضعها بداخل expanded فالآن شوف أنه ما عندي أي رسالة فعلا لأنه حاليا هو غير منشئ هذا الـ collection لإسمه chat فبالتالي هذا chat نقوم بإنشاء next ومن ثم نضع على مثلا document فبالتالي auto id نضع على text بهذه الصورة وبالتالي مجرد أنه hello بهذا المكان نضغط على save قام بإنشاء فعلا هذا document شوف بأنه hello بهذا المكان فعلا استمع على بشكل مباشر طيب الآن هذا بالنسبة لي message بالنسبة لي new message أنا قمت بكتابة هذه الأكواد طبعا هي stateful widgets تحتاج إلى text field 1 الآن لاحظوا return container طبعا حددت marginal baiting بداخلها child row طبعا row على أتباع أنه صف 1 هذا الصف مكون من عنصرين ما السبب أنه بهذا المكان أضع حق المعين حق النصي حتى اكتفيه الأكواد حتى اكتفيه الناس يعني ومن ثم button بهذا المكان حتى أنه عندما أضغط عليها يتم أرسالك وشيء فهذه طبعا icon button فتشوف بأنه هذا icon وعند الضغط عليه ينفذ المفروض function اسمه send message هي تقوم بإرسال الوسائل وبهذا المكان text field اعتيادي تلاحظ بهذه الصورة طبعا row expanded text field طبعا من دون أصلا text form field شوف بأنه controller underscore controller اللي هو هذا يعني text in controller وتشوف بأنه عندي entered message مبدئيا هذي string فبالتالي on change بكل مرة أنت تكتب شيء معين يأخذ هذه value عن طريق set state يسندها إلى entered message طبعا هذا text field بداخل decoration input decoration label text send message حتى يظهر بهذا المكان send message فهذا بالنسبة لي text field طبعا هذه function اللي هي send message معتمدة على هذه entered message يعني إذا entered message is empty فسيعطيك null إذن هذه البوتون ستكون disabled مبدئيا إذا كانت الرسالة فارغة ما يحتوي على أي رسالة بمجرد أنه أنت تكتب أي حرف فبالتالي ستصبح enabled طيب عند الضغط على البوتون مرفوض ينفذ هذه function اللي هي send message شوف هذه ما الذي ستفعله أول شيء تغلق الكيبورد حتى ما يظل الكيبورد عالق عن طريق focus scope ومن ثم هنا يجب أنه أضع logic الخاص بإرسال الوسالة يعني إرسال الوسالة وخزنها في fire store وبعدها أمسح هذا controller طبعا ما السبب أنه أمسح هذا controller حتى أنه عندما أكتب رسالة معينة يعني hello ومن ثم أضغط على إرسال يتم حف القيمة الموجودة في text field يعني يرجع مرة ثانية يتصفر text field فكيف هذا الشيء عن طريق controller أنه أعمله clear طيب الآن نريد بأنه نضع logic الخاص بنا بإرسال رسالة فتلاحظ أنه بدل ما تكون floating action button بهذه الصورة طبعا ما نحتاجها حاليا فإذا بهذا المكان محتويات هذه On Press بهذا المكان نأخذها على شكل cat ونقوم بحذف هذه floating action button لأنه ما نحتاجها فالآن تلاحظ بهذه الصورة نحذفت نرجع مرة ثانية المفروض بأنه هذا اللوجيك نقوم بإضافته بهذا المكان طبعا نعمل import لهذا firestore إذن firestore.instance.collection ومن ثم يقوم بإضافة شيء معين تحت اسم text الآن لاحظ نقوم بإضافة نص معين تحت اسم text لكن هذا النص المفروض بأنه هو النص الذي سيدخل المستخدم واللي سيخزن بهذا المكان في ال entered message تشوفي أن ال entered message هو عبارة عن sitring تخزن فيه القيمة التي سيدخلها المستخدم فإذن مجرد أنه أعطي ال entered message بهذا المكان هذه النقطة الأولى كذلك تلاحظ بهذا المكان في ال collection طيب في أي collection في أي مكان بالتحديد أنا سأرسل هذه المسج مجرد أنه أريد أرسلها بشكل مباشر داخل ال chat انتبه داخل ال chat وليس chats فبهذه الصورة ممكن طبعا أجعلها بسطر واحد ما أحتاج إلى تقسيم السطر أوكي بهذه الصورة أقوم بإرسال ال entered message باسم text تحت عنوان أو تحت ال collection بهذه الصورة طيب الآن أتأكد من كل هذا الكلام طبعا أحتاج فقط إلى أنه هذا ال new message هذا ال widget أقوم بعرضه بهذا المكان فبالتالي أقوم بعرضه في chat screen بهذا المكان شوف expanded بالإضافة إلى أنه عرضت المسج فبالتالي أعرض new message وأضع الفارزة بهذا المكان وأعمل له import أكيد طبعا هذه ممكن أحذفها ونضغط على hot reload تلاحظ بأنه فعلا send message بهذا المكان إذن كل شيء طبيعي كل شيء يسير وفق المخطط له فعلا هذه send message وهذه button هي disabled بمجرد أنه أضع شيء معين أصبحت enabled بهذه الصورة عندما أقوم بإرسال شيء معين تشوف بأنه فعلا تمت إرسال الرسالة وهذا هو live listener فيستمع لي الرسالة كذلك أريد بأنه أعكس الترتيب حاليا الرسالة الأخيرة اللي أكتبها المفروض بأنه تظهر في الأخير وليس تظهر بهذا المكان في الأعلى فإذا أريد بأنه أعكس الترتيب كيف هذا الشيء ممكن أنه بهذا المكان عندما أرسل قيمة واحدة أيضا أرسل التاريخ فبالتالي أضيف يعني حق الآخر مثلا created ads بهذا المكان وأعطي القيمة القيمة هي ستكون عبارة عن time stamp dot now هذا طبعا الكلاس يوفر لنا fire store بحيث أنه تقوم بخزن الوقت بداخل fire store فأيضا أنه نقوم بتخزين الرسالة ونقوم بتخزين كذلك الوقت الحالي يعني وقت استدعاء هذه فاكشن حتى وفقا لهذا الوقت نقوم بال order أو الترتيب نقوم بترتيب الرسال طبعا إما تصاعدين أو تنازلين حسب الترتيب اللي تريده طبعا هذا الكي ممكن يكون بأي كي أنت تكتبه فكريايتد آت أو ممكن يكون أي شيء آخر إذن الآن أرسلنا معلومتين بهذا المكان المعلومة الأولى التكتس أرضناها طيب هذه معلومة الثانية كريايتد آت أين ستستفيد منها المفروض بأنه في الستريم الخاص بنا يعني في الميسيدس بهذا المكان شوف بهذه الصورة تستفاد من التكتس أيضا نريد أنه نستفيد من هذه الكريايتد آت أو هذا التايم نستفاد منه بهذا المكان إذن عندي خيار أتصور الأوردرد باي إذن نقوم بترتيبة بواسطة الكريايتد آت لا تنسى قيمة الكريايتد آت اللي أرسلناها هي تساوي الوقت فنقوم بالترتيب وفقا للوقت كذلك المفروض بأنه الترتيب يكون تنازلي أنا أريده فبالتالي إذن أريد الترتيب بأنه يكون تنازلي وليس تصاعدي بهذه الصورة طيب الآن نرجع مرة ثانية شو بأنه أنشأ حق الشات طبعا أريد بأنه أحذف هذه الوسائل مبدئيا delete documents لأنه هذه الرسالة حاليا تحتوي على قيمة واحدة اللي هي text الآن بالجديد كل رسالة سترسل قيمتيا وليس قيمة واحدة فالآن بهذا المكان مثلا لو أعمل how to restart أوكي تشوف بهذه الصورة لو تضغط على send message بهذا المكان مثلا hello بهذه الصورة ترسل الرسالة حاليا أوكي هذه الرسالة الأولى بعدها لو ترسل مثلا hi نضغط عليها نشوف بأنه الhi بهذا المكان طبعا لو نريد المفروض نعكس أيضا الdirection بlist view.builder بهذا المكان طبعا يوفر الخيار reverse true إذا reverse true أقوم بعكس الخيارات فتلاحظ بهذه الصورة الآن كل شيء تمام تشوف hello الرسالة الأولى هاي الرسالة الثانية بعدها مثلا حسن الرسالة الثالثة فالتالي تظهر آخر شي تشوف بأنه فعلا حسن آخر شي بهذه الطريقة عدنا الترتيب أيضا الآن طبعا تتبقى لدينا نقطة أيضا في البوتون هذي شوف حاليا البوتون هي disabled أوكي عندما تكتب فيها نص معين أوكي تتحول إلى enabled لكن أريد اللون أيضا يكون بالprimary color فهذا الأمر بسيط جدا في هذه البوتون المفروض بأنه تعطيها color أو text color أوكي color فبالتالي theme.context ومن ثم .primary color أتصور هذا ينفع عندي أوكي فعلا تشوف بهذه الصورة إذا حاليا لو أحذف كل شيء حاليا هذه button disabled لو حاليا اكتب أي شيء تتحول إلى enabled ولون البوتون بنفس لون primary color طيب في الدروس القادمة أكيد سنعمل على برمجة هذه الرسائل حتى يصبح شكلها بشكل جميل السلام عليكم في هذا الدرس سنقوم بتعديل الرسائل اللي تظهر بشكل جميل تلاحظ بأنه حضرت ملف بداخل widgets بداخل chats حضرت ملف اسمه message bubble dot dart بهذه الصورة ممكن الآن أشرح لك على هذا الملف لكن حاليا نحاول فقط نطبقه فتشوف أنه استدعي الكونستركتر يريد مني المسج واليوزرنيم وبوليان يمثل اسمي وكذاك يريد مني الكي فهذه الأربعة إذا بدل ما نعرض المسج بهذا المكان message dot dart تلاحظ بهذا المكان أنا مجرد أن أعرض المسج بداخل container فهذه ما أحتاجها وإنما أحتاج المسج bubble بهذه الصورة هذه المسج bubble أول شيء أعمل لها import بهذا الشكل تشوف اللي تريد مني أول شيء المسج ومن ثم اليوزرنيم فإذا مباشرة هذه المسج أعطيها إلى بشكل مباشر هذا البراميتر الأول كذلك تريد مني اليوزرنيم طبعا مبدئيا بشكل افتراضي والأكتب مثلا يوزرنيم حسن وكذلك تريد مني قيمة معينة تمثل boolean إما true أو false فبالتالي مبدئيا أعطيه true مثلا وكذلك يريد مني الكي المفتاح حتى يميز ما بين رسالة وأخرى أو ما بين شخص وآخر فالكي مبدئيا طبعا هذا نيد براميتر فبالتالي بهذه الصورة key وأعطي value key بهذه الصورة أفتح قوس وأعطي على سين مثال مفتاح أي شيء يعني بشكل افتراضي فحاليا كل شيء تمام شوف بأنه بدل ما عرضت الكونتينر الاعتيادية أراضت هذه المسج بابل لو نضغط على hot reload تلاحظ بأن المسج تحولت إلى هذه الصورة عن طريق هذا البولين إما true أو false أحدد اليوزر هل هذا اليوزر هو أنا؟ إذا عرفت متغير اسمه is me هل هو is me؟ إذا true أو false طيب على سين مثال سيكون false بهذا المكان إذا كان false نشوف بأنه التنسيق يختلف فالرسائل تظهر بهذا المكان إذا كانت رسائلي وإذا كانت رسائل أخرى فتظهر بهذا المكان طيب ندخل الآن إلى هذه المسج بابل كيف وصلت إلى هذا التصميم؟ أول شيء أكثر افتراضاتي معتمدة على هذه الإزمي إذا هذه الإزمي إما تكون true أو false إذا كنت هذا الشخص هو أنا فأنسق بتنسيق معين وإذا لا يعني الشخص المقابل فأعطيه تنسيق آخر إذا شوف بأنه دخلت بي message bubble stateless widget عن طريق constructor يستقبل أربع متغيرات وأستفاد من هذه أربع متغيرات أول شي عندي row ما السبب بأنه عندي row حتى أحدث فقط main access alignment لماذا؟ حاليا نشوف هذا عبارة عن صف كامل اللي هو بعرض الشاشة لكن main access alignment إذا تعطي .start فبالتالي يكون بهذا المكان بينما إذا أعطيت main access alignment and ستكون الرسالة بهذا المكان فهذا الشيء يعتمد على is me هل هذا الشخص هو أنا؟ إذا كان نعم فأعرض رسالتي مثلا بمكان معين وإذا كان بالعكس فأعرض رسالتي بشكل ثاني بعدها تدخل بcontainer هذي container تحتاج إلى box decoration في box decoration أول شيء نحدد ال color أيضا هذا ال color سيكون متغير هل هذا الشخص هو أنا؟ إذا كان نعم مثلا أعرض رسالتي بلون معين وبخلافه تشوف عندما انتقلت للطرف الثاني تحولت إلى لون gray حاليا هذه لو أحولها إلى true فتشوف بهذه الصورة حولت إلى لون gray نفس الحالة لون النص حاليا لون النص هو أسود فتلاحظ بهذا المكان بالنسبة لي المسجز إذا تشوف ال color بهذا المكان هل ال is me true؟ حاليا هو true فيعطيني colors.black بخلافه سيعطيني color أستورده من الثيم فحاليا لو ترجع هذه تحولها إلى false وتضغط على hot reload تشوف بأنه اللون أصبح أبيض فإذا أيضا لون النص يتغير وفقا لل is me كذلك لو ترجع إلى هذا ال decoration أحتاج بأنه أتلاعب بالحواف فتشوفي أنه border radius border radius dot only أحدد كل الزوايا من top left أعطي circular 14 من top right 14 أوكي إذا هذه الزاوية وهذه الزاوية أوكي نفس مقدار التدوير اللي هو 14 لكن هذه الزاوية وهذه الزاوية تختلف لماذا؟ إذا كانت من هذا الاتجاه يعني على حسب ال is me فتشوف بأنه هذه الزاوية التدوير الخاص بها هو صفر فحاليا هل هو مثلا is me؟ طبعا حاليا هو false هو ليس is me يعني ال is me هو false فبالتالي هل is me true إذا كان نعم أعطيني مقدار تدوير صفر بخلافي أعطيني مقدار تدوير 14 فحتى يصير مقدار التدوير للرسالة بهذا المكان 14 وبهذا المكان صفر عندما تحول هذه إلى true بهذا المكان سيكون بالعكس الآن لاحظ هذه الزاوية الحادة تتحول بهذا المكان فتشوف الزاوية الحادة بهذا المكان فهذا حتى أميز ما بين رسالتي بعدها تشوف الرسالة أعطيتها وذ معين 140 أعطيتها بايدن و أعطيتها مارجن وبداخلها تشوف كولون مسألة بأنه كولون بأنه عنصرين واحد فوق الآخر بالبداية أعرض يوزرني ومن ثم أعرض المسج فبهذا المكان تشوف بأنه أعرض اليوزرني أعطيه بولت وكذلك اللون أيضا يتغير وكذلك أعرض المسج وأعطيته أيضا ستايل الكلار يتغير وحتى التكس ألاني يتغير إما start أو end حسن تشوف هذا بالنسبة للتكس ويكون من الاند لأنه الاسمي هو true إذا كان الاسمي فوس يتحول الالايمنت بهذا المكان إلى الستارت طبعا حسب ممكن تغير فيه التنسيقات فبهذه الطريقة عملنا هذه التنسيقات لكن حاليا ما عملنا هذا الشيء بشكل عملي بشكل محكم حاليا تشوف أعطيتها القيم بشكل افتراضي بهذا المكان إذا أول شيء في النيو ميسج إذا أول عمل يكون لنا بهذا المكان عندما نكتب رسالة جديدة نحتاج أن نرسل أربع معلومات التكس والكريايت اللي هو وكذلك نحتاج أن نرسل اليوزر نيم بهذه الصورة وكذلك نحتاج أن نرسل اليوزر ايدي بهذا الصورة كيف سنجلب اليوزر نيم وكيف سنجلب اليوزر ايدي اليوزر ايدي ممكن نجلبه عن طريق الاث فمثلا بهذا المكان مثلا final user equal to طبعا await المفروض يعني ننتظر instance من Firebase auth فبالتالي بهذا المكان async حتى نستعمل await من Firebase auth dot instance dot current user اذا المفروض بأنه يعطيني حاليا ال current user ومن ثم عن طريق هذا اليوزر الي حصلته اذا بهذا المكان user dots المفروض استطيع الوصول اليو ايدي طيب الان كيف سنجلب اليوزر نيم المفروض عن طريق ال fire store هذا الشي يوفر لي فمثلا final user data equal to await firebase firestore dot instance dot collection ادخل الى ال collection الي اسمه user او users يعني ومن ثم ادخل الى document المحدد اذا سابقا كنا نكتب document الان نكتب doc ندخل الى doc المحدد اذا كتبت المحدد الان يريد منك ال user id طيب الان كيف ستجلب ال user id هو يساوي هذا ال user عن طريقة ممكن تجلب ال user id اذا user dot u id بهذه الصورة اذا دخلنا الى collection users ودخلنا الى document المحدد اوكي الان فقط اكتب لك get اذا get يقوم بجلب القيمة لي طبعا هذه ال get لو تلاحظ ترجع ل future of document snapshot فبما انه ترجع ل future في يجب انه انتظر await بهذه الطريقة انا احصل هذا user data عن طريق user data بهذا المكان المفروب انه يكون عبارة عن map وعن طريقة ممكن استخرج هذا ال user name اذا بهذه الطريقة بكل رسالة انا اكتبها سيتم ارسال اربع قيم بهذا المكان سيتم ارسالها وتخزينها تحت ال chat نرجع الان مرة ثانية الى message dot dot بهذا المكان حاليا هذا المسج bubble يريد مني حقول كثيرة فبالتالي اول شي يريد مني text يعني المسج نفسها تلاحظ بهذا المكان اول شي يريد مني message بعدها يريد مني user name فبنفس الطريقة اللي وصلت لل text ممكن انه اصل ل user name فتلاحظ بهذا المكان اكتب docs of index ومن ثم user name على اعتبار انه عندما انشئ رسالة جديدة سيتم انشاء حقل اسمه user name فمثل ما انه وصلت لحقل text ووصلت ل created at بنفس الطريقة اصل ل user name وبعدها المفروض بانه اصل الى user id ايضا لكن قبلها ممكن الان ننشئ key طبعا بالمناسبة user id حاليا انت ممكن تكتب بهذا المكان بنفس الطريقة اوكي تلاحظ بهذه الصورة بدل هذا user name ممكن انه اعطي user id وفي الحالة الاخيرة اعطي value key هذا المفروض انه يكون unique key يعني key فريد من نوعه لا يكون متشاهمة بين اكثر من عنصر هذا فقط حتى يجعل تركيبة الوجت بشكل كفوق حتى يميز ما بين الوجت وما يحصل عنده لخبطة في تنفيذ اكوادي فبالتالي المفروض بانه نعطي unique key من اين سنجلب هذا unique key ممكن نعطيه id الخاص بكل document يعني الان لاحظ حاليا انا وصلت لدوكيومنت المطلوب بهذا المكان بعد ما وصلت لدوكيومنت المطلوب المفروض بانه اكتب dot document id طبعا ما عرف ليش ما يكمل الأكواد فبهذه الصورة اوكي انت وصلت لكل القيم الموجودة المفروض لكن بهذا المكان عندك مشكلة انه هو ما يريد منك انه تعطيه user id لا هو يريد منك قيمة boolean اللي هي تمثل اما true او false اللي هي تمثل is me طيب كيف اعرف انه هذه الرسالة تابعة لي ام للشخص المقابل اذا تطابق user name اذا مفروض بانه اجلب user name وابحث عن تطابقه طيب كيف هذا الشيء سابقا كان الموضوع ممكن صعب قليلا لانه عندما نجلب current user طبعا لاحظ بهذا المكان تشوف انه جلبنا current user طبعا حتى انا اخطأت بالبداية وضعت ال await لانه سابقا هذه كانت عبارة عن function وهذه ال function ترجع لل future هذه المشكلة فحاليا ايضا بهذا المكان عندما نريد ان نجلب user id ونبحث عن تطابقه مع هذا ال id حتى نعطي اما true or false فممكن استعمى مثلا future builder لانه كان سابقا هذا يرجع لي future فممكن استعمى future builder طيب وانا عندي stream builder فممكن موضوع كان صعب لانه يحصل تلخبط بالاكواد ومن هذه الامور لكن الان شوف استبدلوها ب property بدلا ما تكون عندي function ترجع future حاليا استبدلوها ب property ترجع لي current user بشكل مباشر فاذا حتى لا تحتاج الى await فبهذا المكان تشوف firebaseauth.instance.currentuser خزنته بال user ومثل مباشرة تصل لل uid فبالتالي بهذا المكان في message.art تبحث تطابق هذا user id مع firebase.instance.currentuser dot المفروض uid لكن ممكن انه نخزنه في متغير اول شي فبالتالي firebaseauth نعمله import وهذا ممكن انه تغزنه بمتغير يعني مثل ما انه عملت بهذا المكان هذا user تجعله بهذا المكان مثلا بهذه الصورة وبعدها مجرد انه تكتب user dot uid هل docs of index of user id يطابق ال id اذا كان نعم فهذا انا واذا كان لا فهذا الشخص المقابل بهذه الطريقة المفروض اتممنا كل شي حاليا نظهط على hot restart يعطيني خطأ ما السبب انه يعطيني خطأ لانه عندما ارسل المسجز يجب ان تكون هناك اربع حقول لكن حاليا نحن لدينا فقط حقليا الان لاحظ بهذا المكان اوكي طبعا تلاحظ بهذا المكان في chat كان عندنا ثلاث رسائل لكن هذه الوسائل الثلاثة مسجلة فيها فقط قيمة text و created ads طبعا ممكن انه تضيف لها حقول معينة لكن انا قمت بمسح هذه الوسائل طبعا من الثلاث نقاط اللي تظهر لك طبعا بهذا المكان تقوم بحذف هذه documents اللي كان موجودة فالان صفرت كل شيء حذفت كل الوسائل حتى ما يعطيني خطأ فتلاحظ بهذه الصورة بعد ما عملنا hot restart حاليا ما عدنا اي رسالة طيب الان نقوم بارسال الرسالة فتلاحظ بهذا المكان hello بهذا الشكل لو نقوم بارسالها تلاحظ بانه حسن ومن ثم hello اذا فعلا هذا الشيء طيب كيف تم الموضوع الان اشرح لك الفكرة كلها تلاحظ حاليا انشأ لي documents فيه اربع حقول التكست اللي هو hello واليوزر نيم اخذ من اليوزر نيم اللي عندي اوكي وكذاك يوزر ايدي اخذ من اليوزر ايدي اللي ولده يعني هذه المعلومات عندما عمل التسجيل دخول اخذها من ال اوثنتيكيشن فانت تلاحظ مثلا بهذا المكان في اليوزر تشوف بانه انا عندي يوزر واحد اللي هو يوزر نيم حسن فهذا يوزر نيم حسن اخذ بهذا المكان وعرضه كيوزر نيم بداخل الرسالة فبهذه الطريقة فعلا عرضت هذا اليوزر نيم طيب لو نحاول بانه ندخل يوزر اخر حتى نشوف الرسائل اذا لوغاوتس ومن ثم create new account طبعا نذهب الاثنتيكيشن نتأكد اوكي ايميل ادرس مثلا test2 at gmail.com ومن ثم اليوزر نيم مثلا علي ولنفروض الشخص الثاني هو علي مثلا والباسورد 1234567 نضغط على sign up او اليوزر نيم يجب ان يكون اقل شيء اربع حروف مثلا علي 2 بهذه الصورة نضغط على sign up اذا تشوف بانه فعلا نقلني بهذا المكان حاليا لو اقوم بارسال رسالة مثلا علي بهذه الصورة او مثلا hi بهذا الشكل واضغط على ارسال تشوف بانه فعلا هناك شخصا يتحادثان كأنما طبعا اتصور بانه لو اعكس هذه التنسيق ممكن يكون افضل يعني الوسالة الخاصة تكون بهذا التنسيق وبالخلافة تكون بالتنسيق الثاني فمجرد انه اعكس الاسمي يعني موضوع بسيط بهذا المكان ممكن انه اعكس هذه الاسمي بهذه الصورة بهذا المكان ايضا وبهذا المكان وبهذا المكان وبالنهاية بهذا الشكل الان لو تضغط على hot reload تشوف بانه عكس تنسيق الوسال بانه رسالة الخاصة تكون بهذا المكان وبخلافة تكون بهذه الصورة طيب الان بالنسبة لي المسج بابل هو يستقبل اربع معلومات ممكن الان فقط تتسال على هذه اربع معلومات انه كيف يجلبها تلاحظ بهذا المكان هو يجلب المعلومات من الدوكس الدوكس هو عبارة عن snapshot.data.docs والsnapshot.data هي عبارة عن قيمة الراجعة من هذا الستريم طيب هذا الستريم هو عبارة عن chat عبارة عن collection chat معنى الكلام ادخل الى collection chat ومن ثم ادخل الى docs بشكل عام يعني كل الدوكومات او كل الوسائل ومن ثم بعد docs ادخل الى الاندكس المحدد على سين مثال اريد الرسالة رقم صفر الرسالة الاولى فمثلا docs of index يعني docs of zero الي هي مثلا هذه طيب من هذه الرسالة اريد منك ثلاث معلومات اريد منك انه تجلب التكست حتى عرضه فبالتالي التكست بهذا المكان وكذلك تجلب لي اليوزر نيم وكذلك تجلب لي اليوزر ايدي طيب بالنسبة اليوزر ايدي هو ما احتاجه فقط احتاج انه اطابق مع اليوزر دوت يو ايدي وهذا اليوزر دوت يو ايدي يأتي من الفاير بيس اوث انه اذهب الى الفاير بيس اوث دوت انستانس دوت كارنت يوزر دوت يو ايدي هل هذا اليوزر ايدي متطابق اذا كان نعم فمعناه هذا اسمي هذا هو انا واذا كان غير متطابق فمعناه هذا الشخص الثاني او الاشخاص الثانين يعني ليس انه محادثة فقط ما بين شخصين وبالنهاية طبعا الكي اللي هو مثل فاليو كي طبعا هذا ليس شيء ضروري فقط انه حتى يكون شيء فعال او كفوق تطبيقك انه انت بكل رسالة حتى تعطيها فاليو كي او يونيك كي او كي فريد او مخصص ما يكون متشابه ما بين الرسائل حتى الفلاتر يميز ما بين الاثنين وما يحصل هناك تلخبط عنده طيب كيف وصلت الى هذا الشيء انه عن طريق دوكس اوف اندكس يعني عن طريق مثلا هذه الرسالة الاولى اعطيني الدوكومنت ايدي الخاص بها حتى اجعلها ككي او كمفتاح اميز هذه الرسالة السلام عليكم نبدأ بهذا الدرس مع الاميج بيكر او رفع الصور في البداية وضعت هذه الاكواد اللي عن طريقه ممكن ترفع الصور رجاء ان ارجع الى الدرس الخاص بالاميج بيكر او كيفية التقاط الصور اول شي طبعا هي مكتبة خارجية تحتاج انه اميج بيكر فتنسى خارجي وتضعها في ادبندنسيز الخاص بك بهذا المكان وتعمل بابغيت اكيد بعدها تشوف في الآث فوم بهذا المكان تشوف بي انه عندي حقول اعتيادية بهذه الصورة بالاضافة الى هذا وضعت وجه اخرى اسمها يوزر اميج بيكر الان سنذهب اليها لكن اللي يهمني انه وهذه فقط تظهر اذا لم اكن في حالة اللوغين انه المستخدم متى يضيف الصورة فقط في حالة الساين اوب عندما يعمل حساب جديد فاذا لاحظ عندما اكون في اللوغين هذا الشيء غير موجود فقط في الساين اوب تكون هذه الامور موجودة الان هذه اليوزر اميج بيكر هي عبارة عن ويجت جديدة تلاحظ في مجلد الويجت انشأت مجلد اخر اسمه بيكالز بداخله يوزر اميج بيكر دوت دارت تلاحظ بان هذا هو الويجت حاليا هو محتاج الى الستيت ومثل ما ذكرت لك ارجع الى الدرس الخاص بالبيك اميج او الاميج بيكر لانه كل الاكواد هي معادة اصلا فتلاحظ مالذي يعرض هذا الويجت مجرد انه كولوم فيه عنصرين ممكن الي هو الساكول افاتر الي هو هذا الدائرة حجمها 40 واللون الافتراضي هو عبارة عن فتشوف لونها الرصاصي وبالنسبة الى الصورة اذا كانت البرغروند اميج لا يقلق لن فبالتالي سيعرض لي صورة الملتقطة حاليا هي نال فبالتالي نال اذا مايعرض لي اي شيء فبالتالي يعرض لي لون غري وكذا 10 حتى يبعد لي مسافة 10 ومن ثم تشوف بانه عندي عنصرين فبالتالي رو بهذا المكان طبعا عندي خيارين اما انه اخذ الاميج من الكاميرا او من الجالاري او معرض الصور طبعا هذا الروع اعطيته حتى اوزع هذه العنصرين كل عنصر متكون من فبالتالي على اعطيته fair Il فبالتالي على الصورة ازلان لكن السورس يختلف عندما تلتقط من الكاميرا ينقلك المفروض الى الكاميرا بينما عندما تلتقط صورة من الستوديو ينقلك المفروض الى الستوديو فهذه البيك اميج اللي هي الفكشن طبعا اكثر من مرة كتبناها تستقبل منك اوبجيك نوعه اميج سورس وتضع بهذا المكان عن طريق البيكر اللي هو هذا عبارة عن اوبجيك من الاميج بيكر اذا عن طريق اميج بيكر .getImage وتنتظر ان المستخدم يلتقط صورة فبالتالي await وتخزنه مثلا في البيكت فايل او البيكت اميج فايل ومن ثم اذا كان البيكت اميج فايل فقط لا يساوي null فالان عن طريق الستستيت اسنده الى هذا البيكت اميج اللي هو عبارة عن اوبجيك نوعه فايل حاليا هذا يهمنا بخلافي مثلا اطبع لي no image selected يعني حاليا لاحظ عندما انتقلت الى الكاميرا ورجعت شوف بي انه image selected بينما لو انتقت صورة بشكل فعلي حاليا لاحظ شوف بي انه يعرضها في circle avatar وما عندي اي مشكلة طيب هذه بالنسبة للأكواد اللي كتبناها لا يوجد اي شي جديد الان نبدأ ببرمجة بعض الامور طيب اول شي احتاج انه امرر فاكشن معينة فاذا بهذا المكان final واعرف فاكشن معينة هذه فاكشن void ما ترجع لي اي شي فبالتالي function ولكن هذه فاكشن احدد نوعها فتستقبل مني فايل واسم المتغير وليكن مثلا picked image نفسه لكن من دون ads بهذه الصورة ومن ثم اعطي اسم الفاكشن فبالتالي اسم الفاكشن مثلا pick fn فارزة منقوطة او ممكن اجعلها مثلا image pick fn اوكي بما انه هذه final فالمفروض بانه اعرف لها constructor الخاص بها طبعا ما احتاج حاليا الى key فممكن تكون بهذا الشكل اذا user image picker يريد مني this.image pick fn طيب هذه الفاكشن اللي هي تستقبل منك object نوعه file مجرد انه انفذها بهذا المكان اذا اذا كانت picked image file not equal to null فاضيفة الى picked image بعد ما اضيفة ايضا ممكن انفذ الفاكشن هذه اذا انفذ هذه فاكشن كيف انفذها افتح الى قواس الان تريد مني object نوعه file اللي هو هذا الوبجيكت نوعه file فبالتالي نعطيها قيمة هذا picked image فارزة مقلوطة طبعا بهذا المكان تشوف بانه الفاكشن هي ليست معرفة ضمن هذا الكلاس وانما معرفة ضمن هذا الكلاس فالمفروض بانه تكتب widget dot بهذا الشكل الان كل شيء تمام تبقى لدينا مشكلة في user image picker انه في out form بهذا المكان عندما نستدعي الوجت المفروض نمر لها هذه الفاكشن في البداية ممكن نعرف فاكشن اصلا اذا ممكن انه انسخ هذي يعني void underscore picked image اتصور نفسها فبالتالي نعرف فاكشن ممكن بهذا المكان هذي فاكشن تستقبل مني فايل بهذه الصورة طبعا اسم المتغير وليكن عبارة عن picked image بهذه الصورة ومن ثم طبعا هذا الفايل مفروب انه استدعي من dart io فبالتالي import dart io بهذه الصورة هذي picked image طبعا ممكن نجعلها picked image بهذه الصورة اذا هذي فاكشن مجرد انه نمررها بهذا المكان لانه هذا الكونستركتر الان لاحظ يريد منك فاكشن بشرط انه هذي فاكشن تستقبل object نوعه فايل فاوكي اعطيته هذي فاكشن الي هي تستقبل object نوعه فايل ما عندي اي مشكلة طيب حاليا هذي فاكشن مجرد انه الي اريده انه امرر فقط هذا الفايل حتى استفاد منه استعمله في سكرين اخرى فاذا لو اعرف مثلا متغير فايل بهذه الصورة و user image file بهذه الصورة متغير ايضا نوعه فايل بهذا المكان مجرد انه user image file equal to هذه picked image اذا اعطيها البيكت اميج بهذا الشكل فارزة من قوضة طيب اوكي هذي ال user image file كيف ساستفيد منها ممكن مثلا في submit ايضا الان ممكن اضع شرط معين if اذا كان هذا user image file equal equal null فبالتالي return return ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام انه ارجع ولا تنفذ الاكواد فهذه الاكواد تلاحظ بانه هي التي تقوم بالsave وهي التي تقوم بالsubmit فما اقوم لا بالsave ولا بالsubmit اذا كان user image file معناها اذا كان مستخدم ما اختار اي اميج فما اقبل منا هذا الشي طيب اذا ما اختار اي اميج المفروب ان نظهر له رسالة نظهر له سناك بار مثلا انه رجاء اختر صورة معينة كيف هذا الشي ممكن بنفس المكان بشكل مباشر يعني بهذا المكان ممكن نعرض للان سناك بار طبعا حاليا لو نجلب فقط نفس السناك بار حتى نختصر الموضوع اوكي هذا هو السناك بار فممكن انه هذا ننسخ كوبي ومن ثم نرجع مرة ثانية بهذا المكان نعطي paste لكن اول شي نستخدم طبعا الكونتكست العادي ما عندنا اي مشكلة فبهذا المكان كونتكست كذلك كونتكست اوكي فقط انه ما هو النص الذي سنعرض بهذا السناك بار انه رجاء ادخل صورة معينة من هذا الكلام فالان اكتمل كل شي فعلا انه مررنا هذا الفايل حتى نستفيد منه انه وفقا له نضع شروط معينة طبعا المناسبة هذا السكافولد أوف كونتكست هو نضعه بهذا المكان ومن ثم نرتب كل شي الان ما عندنا اي خطأ نرجع مرة ثانية ممكن مثلا hot restart فالان لو نضغط على مثلا sign up طبعا الحقول هي فارغة تشوف بانه بالاضافة الى انه الحقول فارغة طبعا تعطي لك الرسالة في الفاليديتر شوف بانه يظهر سناك بار ارجع مرة فالمفروض بانه نلتقط صورة معينة طيب حاليا لو نلتقط صورة بهذا الشكل حاليا شوف ما اعطاني اي رسالة خطأ او من هذا الكلام لو تضغط الان على sign up شوف بانه ما ظهر هذا السناك بار اللي يخبرني بانه التقط صورة فنغط المشكلة حاليا انه هذه الحقول غير ممتلئة بانه الفاليديتر حاليا يعترض فمجرد انه تملأ المعلومات واجبر اذا مستخدم انه يلتقط صورة معينة في الدرس القادم المفروض بانه نخزن هذه الصورة كيف نخزن هذه الصورة في ال firebase بهذا المكان احنا عدنا ال cloud fire store بالاضافة الى هذا عدنا ال storage بهذا المكان عن طريقها ممكن مثلا انه نرفع ملف معين او من هذا الشيء فاذا حتى نبدأ بالدرس القادم فقط انه نعمله امبورت بهذا المكان تذهب الى cloud storage تذهب الى overview ومن ثم مجرد انه هذا السطر خاص بال firebase storage تضعه في هذا المكان في pubspec.am والله وبالتالي تعمل pub gate حتى نستعمله في الدرس القادم السلام عليكم اذا في هذا الدرس سنحاول استقبال هذه الامج ورفعها اكيد على cloud fire store ونحاول استعمالها خلال التطبيق فاذا في auth screen بهذا المكان تلاحظ هذه الفكشن اللي اسمها submit auth form هذه فكشن اجعلها تستقبل براميتر اخر وليكن file اكيد فبالتالي هو سيعمل لي import من dart.io وليكن اسمها image بهذه الصورة اذا يستقبل براميتر نوعه file اسمه image هذه بالنسبة للفكشن طيب نرجع الان بهذا المكان سيعطي خطأ بهذا الفكشن لانه هذه الفكشن حاليا ما تطابق الفكشن اللي يستقبلها auth form فالauth form اللي هو يستقبل فكشن هذه فكشن اجعلها ايضا تستقبل براميتر اخر فالان تشوف المفروض بانه يقبلها مني طيب واضع الفارزة بهذا الصورة طيب عندما استعمل هذه الفكشن اللي وضعتها تحت اسم submit fn اللي استعملها بهذا المكان المفروض بانه بالاضافة لل email password username بهذا المكان اعطيها الفايل طيب هذا الفايل حاليا هو يريد مني متغير يمثل فايل فاوكي اذا عندي هذا المتغير اتصور تشوف بهذا المكان فايل عبارة عن user image file فاذا بهذا المكان امرره الى submit fn وهذه submit fn هي تستدعى من هذا المكان فبالتالي سنأخذ هذا الفايل اميج ويصبح موجود في off screen فالان نريد بانه نحمل هذه الاميج اذا فايل اميج نقوم بارسالها وتحميلها على الفاير بيس اللي هو عن طريق لكلاود فاير ستور هذه الخدمة اللي هي بهذا المكان لستوريج او لكلاود ستوريج لو نضغط على get started طبعا هذه الروس اللي عندك نضغط على next ومن ثم done الان سيهيئ لكل شيء استعمل هذه الستوريج حتى ارفع ملفات اي نوع من انواع الملفات واتعامل معاها اكيد طبعا يتم رفع الملفات تحت البوكت بالعادة في المشروع الواحد يكون عندنا باكت واحد ولكن بداخله ممكن يكون عندي مجموعة من sub folder فبالتالي اخزم فيه الملفات اذا نرجع مرة ثانية في try في sign up اذا في else عندما اسجل حساب جديد بالاضافة لانه ارسل هذه المعلومات اريد بانه ارفع صورة معينة فممكن بهذا المكان يعني قبل ما ارسل المعلومات بهذا المكان عن طريق firebase storage dot instance فfirebase storage dot instance dot ref بهذه الصورة احصل على الرفرنس حاليا هذا الرفرنس هو سيمثل الباكت الخاص بنا طبعا بالمناسبة شوف بهذا المكان انت ممكن بانه تنشئ عدة sub folders عدة مجلدات وبداخلها تنظم مشروعك يعني تستخدم باكت واحد لكن ممكن بانه تضيف باكت اخر شوف بهذا المكان add packet ولكن يجب بانه تدفع مقابل يعني ليس مجاني اذا تريد انه تضيف باكت اخر لكن حاليا ما نحتاج باكت واحد يكفي وننشئ بداخله sub folders ومن ثم هذا ref بداخله طبعا ممكن تضع child فبالتالي child على سيمثال user underscore image كذلك بداخله تضع child اخر الان ممكن تضع الصورة الخاصة بك طبعا ما ممكن بانه تسمي مثلا image one dot مثلا jpeg بهذه الصورة ما ممكن هالشي هذا لانه ستكون عدة اسماء بنفس الاسم هذا الشي غير صحيح المفروض بانه نتعامل مع كل الصورة فالمفروض بانه يكون عندي unique id او unique name انه اسم مخصص غير متشابه ما بين صورتين فهذا الاسم ممكن ناخذه من ال id او user id فاذا اسم الصورة سيكون باسم user id طبعا هو عبارة عن سترين لكن ممكن انه فقط اضيف له الامتداد مثلا jpeg بهذه الصورة طبعا هذا لانه الصورة اللي ناخذها من الكاميرا دائما امتداد هيكون dot jpeg فبهذه الطريقة احنا نخزن الصورة طبعا هذا ممكن انه اعرفه في متغير فبالتالي final بهذه الصورة ref equal to بهذه الصورة لكن لحد الان احنا ما رفعنا هذا الصورة مجرد انه اخذنا المسار وانتهي الموضوع فممكن عن طريق هذا ال ref الان نقوم برفع الملف عن طريق function اسمها put file الان مجرد انه تعطي الفايل وانتهي الموضوع طبعا ممكن ايضا ترسل معلومات اضافية في المتا دايدا لكن نحن نريد فقط انه نرفع الفايل هذا الفايل استقبلناه تحت اسم image بهذا المكان فبالتالي نعطيه الامج وانتهي الموضوع وهنا طبعا فقط نحتاج الى الاويت بانه ننتظر الى ان يتحمل الملف كذلك قبل ما نجرب التطبيق حاليا ونجرب اذا تحملت الملفات او لا هذه الصورة اللي ننتقطها من الكاميرا ممكن تكون دقتها عالية واحنا ما نحتاج هذا الشيء احنا سنعرض صورة صغيرة جدا بشكل يعني صغير فبالتالي في الـ user image picker بهذا المكان ليس فقط انه get image نحصل على الصورة وانه ممكن نحدد خصائص اخرى فاتصور عندنا خاصية الـ image quality ممكن تعطيه طبعا رقمه بين الواحد الى المئة فيجعل مثلا الـ quality 50% مثلا كذلك ممكن تحدد الـ width او الماكس width اتصوره و الماكس height فبالتالي الماكس width مثلا 150 لانه الصورة اريدها تكون صغيرة جدا دقتها ناصية ما احتاج الى صورة بدقة عالية لانه هذا ممكن ياخذ مساحة كبيرة اوكي فهذا كل اللي احتاجه بالنسبة لي رفع الصورة كذلك اريد بانه انهي عملي مع هذا الـ firebase storage يعني اريد بانه بعد ما رفعت الصورة الى يعطيني رابط قابل للتحميل او المشاركة يعني فبالتالي مثلا final url اريد احصل على رابط لهذه الصورة حتى هذا الـ url ارسله الى الـ firebase fire store و اتعامل معاه في الـ fire store او اتعامل معاه في تطبيقي كيف احصل على رابط خاص للمشاركة طبعا موضوع بسيط جدا عن طريق الرف ممكن استعمل الـ get download url طبعا هذا يرجع لي future of sitring فالمفروض بانه await enter بهذه الصورة هذا الـ url الان ممكن ارساله بهذا المكان مثل ما انه ارسل البيانات فاذا الـ url هذا اقوم بارسال مفتاح جديد بهذا المكان وليكن مثلا image url بهذه الصورة واعطي قيمة الـ url اللي عندي فحاليا سأرسل ثلاث قيم تحت اسم او تحت الـ collection user وليس قيمتين فقط فالان كل شيء تمام بالنسبة للأكواد اللي عندي نضغط على hot restart ونضغط create new accounts نعطي مثلا حسن at gmail.com ومن ثم مثلا حسن 2 والباسود 1234567 ونختار صورة معينة مثلا من الكاميرا في هذه الصورة ونضغط على sign up اوكي نقلني من دون اي خطأ معناها انه تم كل شيء بنجاح فحاليا لو اتأكد من كل هذه الامور اول شيء في authentication اضاف حسن at gmail.com ولا لا طبعا يوزر ايدي في الـ storage بهذا المكان تشوف بي ان اصبح عندي user underscore image بداخلها صورة واحدة تشوف حاليا الحجم الخاص بها هو 3.81 كيلو بايت فحجم صغير جدا اوكي فتلاحظ بي ان هذه الصورة اللي التقطتها الان كذلك لو نذهب الى cloud fire store بهذا المكان في الـ users تشوف بانه اخر يوزر قمت باضافته اوكي هذا هو اخر يوزر قمت باضافته تلاحظ بانه user name هو حسن 21234567 ومن ثم اعطيت image url اذا ارسلت ثلاث بيانات بدل ما انه ارسل معلومة واحدة فالان طبعا الـ users السابقة وكذلك في الـ chat السابقة طبعا فيها معلومات ناقصة فحتى نبدأ من جديد ممكن انه نعمل delete collection ونمسح كل شيء خاص بنا فبالتالي users نقوم بمسحة نقوم كذلك بمسحة chat ومسحة وسائل حتى نبدأ في الدرس القادم بانه نعمل كل شيء من البداية طبعا لا تخاف بالنسبة لهذه الـ collection chat انت عندما تشغل التطبيق يعني بمجرد مثلا انه تسجل الدخول بحساب جديد هو سينشئ collection اسمها user بشكل تلقائي عندما ترسل اول رسالة هو سينشئ collection اسمها chat بشكل تلقائي فهو كل شيء يقوم بي بشكل تلقائي فنمسح كل شيء لانه الرسائل السابقة والـ users السابقة كان فيها معلومات ناقصة كذلك في الـ authentication حاليا ليس كل الـ users ارسلوا ثلاث معلومات فقسم منهم ارسلوا معلومتين فقط فبالتالي اقوم بحذف الـ users ممكن كذلك ارجع الى storage وهذه الصورة اقوم بحذفها ممكن حتى احذف كل شيء ونرجع من البداية اذا في الدرس القادم نحتاج بانه نسجل دخول من جديد ونرسل ثلاث معلومات ونستخدم هذا الـ image underscore URL حتى نعرضه بداخل تطبيقنا السلام عليكم اذا في هذا الدرس نقوم باخذ هذا URL او الصورة ونقوم بعرضها بداخل كل رسالة في البداية نسجل بحساب اذا مثلا test test.com بهذا المكان نعطي مثلا حسن وبهذا المكان نعطي الـ password ونختار صورة معينة طبعا ممكن اختار اي صورة بهذا الشكل ونضغط على sign up الان قمنا بتسجيل الدخول طبعا حاليا لا توجد اي رسالة اوكي في new message اذا المفروض انه بهذا المكان بكل مرة اكتب رسالة جديدة ليس فقط ان ارسل هذه المعلومات الأربعة بل احتاج الى معلومة خامسة اذا بهذا المكان بدل ما انه هذه مرة ارسل الـ user name كذلك سأرسل هذه مرة الـ user image وليكن عبارة عن user data of image underscore url طبعا ما يدريني انه هذا المفتاح بهذه الصورة لانه انت بهذا المكان في all screen انت رسلت المعلومات الى users username password url يعني الان عندما سجلت الدخول المفروض في cloud fire store بهذا المكان شوف انه عندي user لانه سجلت الدخول فعندي user name password و image underscore url فبالتالي انت بهذا المكان بالـ new message تأخذ مني الـ user name وتأخذ مني الـ image url وترسلها تحت اسم user image طيب عندما ترسل رسالة الـ new message من الذي سيقوم باخذ هذه المعلومات المفروض انه بهذا المكان عندك المسج .dart تستطيع الوصول لهذه المعلومات وتشوف بانه هي تمررها لـ message bubble والمسج bubble هي التي تقوم بعرض المسج او عرض الرسالة طيب اول شيء ممكن نرسل رسالة معينة فهل هذا الكلام صحيح مثلاً نضغط على مثلاً hello طبعاً المفروض بانه نضغط hot reload بعدما اضفنا الحقل ونقوم بارسال هذه الرسالة شوف بانه حسن قام بارسال hello بهذا المكان اذا في الـ new message عند الارسال المفروض بانه ارسلت هذه البيانات تحت الـ collection اللي اسمها chat فبهذا المكان مفروض بانه اصبحت collection اسمها chat طبعاً نعمل refresh اوكي شوف بانه chat بهذا المكان document 1 خمس معلومات اذا اصبحت الـ user image موجودة بهذا المكان طيب الان نستمر ممكن مثلاً في message.dart لي message bubble ايضاً نمرر له الـ user image اذا مثل ما انه عندي user name ممكن انه امرر له user image اذا docs of index ومن ثم بهذا المكان اعطي الـ user image الان المفروض بانه نستقبل هذي الـ user image في الـ message bubble فايزاً في الـ message bubble بعد الـ user name بهذا المكان المفروض بانه ايضاً this dot user image بهذا الصورة طيب هذا الـ user image نقوم بتعريفه فبالتالي مثلاً بهذا المكان final string user image فارزة منقوضة الان كل شيء تمام اوكي اذا اصبح عندي user image او image URL موجودة بهذا المكان استطيع الوصول لها واستطيع استخدامها وعرضها بكل رسالة طريقة عرض الصورة طبعاً هي تعتمد على الشخص ممكن يعرضها بأي صورة هو يريدها او بأي شكل هو يريده على سبيل المثال هذا الـ row wrap with widgets وهذه الـ widgets ستكون عبارة عن stack في الـ stack انت عندك children وليس child 1 فاذا بهذا المكان تأخذ الـ row بالكامل بهذا المكان وتجعله بداخل children طبعاً هذه المفروض السيمي كولوم بهذه الصورة ونحذف السيمي كولوم من هذا المكان ونضع فارزة ونقسم السطر حالياً نحذف هذا الـ row وفوق الـ row على سبيل مثال ممكن انه أعرض circle avatar بهذه الصورة لكن بهذا المكان اوكي تشوف بأنه circle avatar فوق المسج طيب ممكن انه أضعه بداخل positions حتى انه أحدد موضعه بالضبط فـ positions بهذه الصورة ممكن انه الـ positions تحدد للمواضع او هذه ممكن تكون left وليس right ممكن تكون 120 هتصور حالياً الموضع جيد تلاحظ فعلاً الموضع بهذه الصورة طبعاً فقط انه يقص من الأعلى فبالتالي هذا كيف نحله في الـ stack المفروض انه بالاضافة الـ children عندي خاصية الـ overflow اللي هو ممكن اعطي مثلاً dot visible حتى انه كل شيء يكون visible يكون ظاهر انه ما يسمح له ابداً بالقصد اوكي هذا شيء جيد جداً اذاً هذا circle avatar اعرضت بهذه الصورة المفروض بأنه بهذا المكان اعرض الـ image فبداخل circle avatar ممكن انه background image فبالتالي network image بهذه الصورة المفروض بأنه الآن اعطي string url طيب string url حالياً هو يمثل هذا user image بهذه الصورة نعرضها فالآن لو نضغط على hot reload اوكي تلاحظ بأنه فعلاً قام بتحميل الصورة الآن اذاً هذه هي الصورة التي التقطتها ولكن عندي مشكلة عندي مشكلة انه حالياً موضع هذه الصورة طيب من top ما يهمني لكن مشكلة موضع هذه الصورة من الليفت يكون 120 فعندما تكون رسالة الشخص المقابل بهذا المكان ستبقى الصورة متموضعة بهذا المكان فكيف تحل هذا الشيء المفروض بأنه وفقاً للـ is me انت تبرمج هذا الشيء اذاً is me بهذه الصورة اذا كان نعم هذا الشخص هو انا فاعطيه مسافة من الليفت 120 وبخلافه اعطي مسافة null ومن ثم اعطي المحاذات من الـ right تكون بالعكس بهذه الصورة ننسخه اذاً اذا كان not is me فبالتالي اعطيه 120 وبخلافه اعطيه null حتى انه صورة اللي بالمكان المقابل تأخذ من الـ right 120 يعني حالياً هذه الصورة الخاصة من الـ left محاذاتها تكون 120 بينما هذه من الـ right 120 حالياً ما يتغير شيء لأنه فعلاً هذه is me فيأخذ محاذاتها من left 120 اما بالنسبة لهذا الشرط فيضع على شكل null كذلك اعتقد انه نقوم بإرسال رسالة اخرى اتصور بانه المارجن ليس كافي نعم تشوف بانه المارجن هو قليل جداً فهذا الشيء ممكن انعدله بهذا المكان قبل ما نوصل الـ column انا عندي container اتصور انه بهذا المكان شوف عندي مارجن فالـ vertical اللي يهمني المارجن الـ vertical هو أربعة اجعله مثلاً 16 بهذه الصورة اتصور الان جيد جداً نضغط على hot reload تلاحظ بانه فعلاً المارجن اصبح بهذه الصورة اوكي طبعاً شكل الصورة مرتفعة تلاحظ بهذا المكان اعتقد سيء فهذه ممكن نرجحها الى صفر فبالتالي الـ position من top سيكون 0 اوكي اتصور الان جيد جداً طيب هذا هو الشكل النهائي الان انتهينا على سيء مثال فقط لو اسجل بـ user ثاني حتى اريك الطرف الثاني الرسائل عندما تكون بالطرف الثاني فبالتالي اد اميج من جديد ممكن اضيف صورة في موضع اخر بهذا الشكل ونضغط على مثلاً حسن at gmail.com وليكن الـ user name هو حسن 2 هو الـ password نفس الـ password حتى ما انسى ومن ثم نعمل sign up اوكي تلاحظ بانه هذي صورة الشخص السابق اللي كان اسمه حسن حالياً احنا الشخص الثاني اللي هو حسن 2 فالان لو نضغط مثلاً على hello بهذه الصورة تشوفي انه كل شيء تمام اذا فعلاً هذه الرسالة الخاصة بطرفي وهذه الرسالة الخاصة بالطرف الثاني السلام عليكم اذا بعد ما جربت التطبيق على الجهاز الحقيقي ممكن انه اجري بعض التعديلات اول شيء هذه بالنسبة للخلفية فهذه امور بسيطة تشوف في الـ main.dart هذا مجرد تفضيل شخصي انه وضعت الـ canvas color هو عبارة عن color.black حتى يجعله فيه يعني شيء قريب للـ dark moon طبعاً اذا توضع الـ canvas color black فبالتالي بهذا المكان تحتاج انه تغير هذه الالوان ما السبب لانه لو تذهب الان الى chat screen في الـ action في الـ drop down منه تشوف الايكون هذه بالاصل انه تظهر بلون اسود كذلك هذا الـ text بالاصل انه يظهر بلون اسود فممكن انه تحوله الى ابيض وهذا ايضاً تحوله الى ابيض حتى يظهر ظاهر بهذا الشكل هذا بالنسبة لعكس الالوان طيب لاحظت بي انه هناك خط موجود بهذا المكان خط مزعج ايضاً فممكن انه نحذفه ايضاً في هذه الـ drop down button اعتقد انه عندنا خيار الـ underline فالـ underline هذا طبعاً الحالة الافتراضية هو يعطي اتصور with the zero اللي هو يمثل يعني السمك او thickness لكن مع هذا ايضاً هو ظاهر الخط بهذا المكان فممكن مثلاً نعطي container لهذه الصورة حتى انه يختفي هذا الخط الموجود فcontainer فارغة اعتقد تكفل بهذا الموضوع اشوف الان اختفى الخط هذا بالنسبة الى كذلك بالنسبة لصفحة الـ logout بهذا المكان عندما تعمل الـ login هناك خطأ فضيع جداً نسيناه اللي هو لو تذهب الى الـ out form بهذا المكان عندنا مشكلة بهذا الشرط انه اذا كانت الـ user image file equal equal null فما يسمح لي بانه اكمل البقية هذه مشكلة حالياً الان لاحظ لو احاول الان اسجل الدخول عندما اسجل الدخول انا ما ارفع صورة فبالتالي هو تريستارت مثلاً اسجل الدخول بشكل اعتياري في التطبيق بهذا الـ email وكذلك هذا الـ password الان لاحظ لو تضغط على login شوف يظهر لي please be can image طيب هو اصلاً ما عندي خيار انه ارفع صورة السبب لانه ذكرت بهذا المكان يجب ان يكون user image file not equal to null اذا equal to null فبالتالي return فالمفوض انه اضع شرط قبلها ايضاً او شرط معها اللي هو اتحقق من انه اذا كنت في حالة الـ login ام لا فتلاحظ بهذا المكان underscore is login هذا يبين لي اذا كنت في حالة الـ login ام لا فاذا ان فيه is not in login mode and user image file equal equal null اذا اذا تحققت هذه الشرطين معاً انه اذا المستخدم ليس في حالة الـ login يعني في حالة الـ sign up ولم يختار صورة فالان ارجع فالان اتصور لو تضغط على hot reload وتضغط على الـ login تشوف بي انه الان قبلها مني كذلك ممكن نعمل تحسينات ايضاً على هذه text fields بهذا المكان اذا لو نرجع الان الى auth form بهذا المكان اول شي نذهب الى الـ email عندنا بعض الخيارات بعض الاعدادات ممكن نعطيها اللي هي مثلاً auto correct ممكن نعطيه false فما نعطيه مثلاً تصحيحة القائل لانه ما نستطيع نساحة هذا email اوكي كذلك مثلاً enable suggestion اللي هو يعني تفعيل الاقتراحات ايضاً ممكن نعطيه false كذلك text capitalization انه text ما قريد يكون capital letter فبالتالي text capitalization dot none اذا بهذه الصورة حتى ما اسمح للتكست انه يكون capital كذلك لو انسخ نفس هذه الاقتراحات بالنسبة للحقل الاخر اللي هو الـ user name بالنسبة للـ user name الـ auto correction ممكن انه اجعلها true ما عندي اي مشكلة ممكن انه اعطيته صحيح تلقائي مثلاً لـ user name او الاسم كذلك الـ text capitalization ممكن على مستوى الـ words او على مستوى الكلمات يعني مثلاً لو اكتب حسن فليح فبالتالي حسن اول حرف من عديده capital يأخذه وفليح اول حرف من عديده يأخذه capital فبهذه الصورة يجعلي text capitalization بالنسبة للـ password ما اعتقد بانه نغير شيء بالـ password لانه هو password اصلاً طيب نفس هذه الاسطر بالنسبة للرسالة يعني بالـ new message يعني الان لاحظ لو اسجل الدخول بهذه الصورة وادخل الـ password ونضغط على login اوكي فالان ايضاً ممكن نجري بعض التعديلات بهذا المكان اول شيء اذا ننسخ هذه الاسطر الثلاثة بهذه الصورة وفي هذا text field بهذا المكان اول شيء auto correct و true enable suggestion ايضاً تحتاج انه تجعله true وكذلك text capitalization تجعله على مستوى sentence او على مستوى الجمل ممكن هذا الشيء لو تريد انه المستخدم اول حرف في كتبة من الجملة فقط انه يكون capital letter وليس small letter طبعاً الان كل شيء غير ظاهر او كل شيء سيء السبب لانه طبعاً انا حولت canvas color الى black فهذا الشيء او هذا الخيار سيء فتلاحظ الآن بعد ما اضفت بعض الخصائص الآن لو نضغط على hot restart اذا هذا هو الشكل اللي يظهر به input decoration طبعاً تلاحظ بالنسبة لل button بهذا المكان ال icon button احنا اعطيناها لون اللي هو لون pink لكن هذا اللون اللي هو يأخذه من primary color يكون فقط في enabled فبالتالي اعطيت ايضاً disabled color سيكون white كذلك تلاحظ بانه جعلت هذا ال input decoration او ال underline decoration الخط يكون ظاهر كيف هذا الشيء عن طريق ال enabled border يعني بهذا المكان شوف decoration input decoration بداخله enabled border اللي هو underline input border ويساعد border side عن طريق اعطيته color ومن ثم primary color فهذا حتى يكون ظاهر بهذا المكان وهو ثابت على لونه كذلك طبعاً هذه بالنسبة label text تحولتها الى hint text اعتقد بانه افضل فهذه send a message او write a message اعتقد بانه في ال hint text افضل ودائماً اعطيتها color انه يكون بال primary color pink فالان لاحظ لو اكتب بهذه الصورة طبعاً يتحول اللون الابيض وهذه button تتحول الى اللون ال pink هذه بالنسبة للتنسيقات كذلك لبعض الثواني احياناً تظهر شاشة بيضاء حتى انه الفاير بيس يقرر اذا هذا المستخدم هو مسجد دخول او لا اذا كان هناك token ام لا فبالتالي يفضل بانه نضع supply screen حتى لو كان ثواني معدودة ممكن هذا الشيء يكون افضل فتلاحظ بالscreens بهذا المكان انا ضفت supply screen طبعاً شيء جداً بسيط مجرد center بداخله text واعطيته text style انه يكون bold وانه يكون بلون ابيض على اعتبار انه لون الخلفية سيكون بال pink طيب هذه supply screen اريد بانه اظهرها اذا كنت بحالة ال waiting اذا بهذا المكان شوف عندما اقرر الى اي سكرين اذهب مجرد انه اضيف شرط بسيط فالموضوع بسيط جداً انه if اذا كان snapshot.connection state equal equal connection state .waiting اذا كنت بحالة الانتظار فبالتالي return انقلني الى هذه supply screen افتح اقواز فارزة منقوطة طبعاً اكيد اعمل import بهذه supply screen من السكرين استدعي لي supply screen بهذه الصورة كذلك الان لاحظت مشكلة اخرى الان لاحظ لو تقوم بارسال الوسالة مثلاً hello ثم ترسل الوسالة الان لاحظ هو قام بارسال الوسالة لكن button هي ما زالت enabled المفروض بانه يمحى كل شيء فالان button disabled معناها القيمة هو ظل محتفظ بيه يعني الان تضغط على send مرة ثانية شوف بانه مرة ثانية ترسل نفس الكلمة اذا هو ما زال محتفظ بالكلمة اذا الان لاحظ في هذا المكان icon button اتطبعاً حددت disabled color والanabled color طيب متى تكون disabled متى تكون enabled اعتماداً على هذه entered message اذا كانت empty فبالتالي null معناها disabled اذا معناها عندما يكتب رسالة ويرسلها المفروض بانه نفرغ او نرجع قيمة هذه الانترد message الى null او الى قيمة فارغة فاذا المفروض انه نضع هذا الكود عن طريق set state نرجع مرة ثانية الانترد message الى null بعد ما نرسل الرسالة نحن قمنا عن طريق controller بالكرير او مسح نعم لكن هذا controller مجرد انه التكست الموجود بهذا المكان يكون بنسحة لكن بالنسبة لهذا المتغير تحتاج بانه تمسح ايضا محتوياته فالان هو تريلود والان من جديد شوف enabled حاليا لو تكتب مثلا هاي ومن ثم ارسال نشوف بانه ارسل الوسالة ومن ثم رجع disabled الان لو اضغط عليها شوف بانه مايرسل شيء